بالخبرة والشباب معاً المتادور الأسباني بطلاً لأوروبا للمرة الرابعة في التاريخ المنتخب الأسباني بطل اليورو الفين أربعة وعشرين بالفوز على انجلترا اتنين واحد في نهاقي كان رايح جاي ندوج لامين يامال وتقلق قلمه وانقاذه التاريخي وتفوق نجوم الليجا وليامز وورزبال وكاسير من اللاعبين كتبوا للأروخة النجمة الرابعة عن كل جدارة واستحقاً يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخب الأسباني بطلاً لليورو يورو الفين أربعة وعشرين عن كل جدارة واستحقاق نادراً نادراً لما تكون كرة القدم عادلة فرنسا مرشح أول انجلترا مرشح أول ألمانيا بمنطق الأرض والجمهور وأيضاً التشكيلة مرشح أول أسبانيا تيجي بعد كده مع البرتغال وهولندا وعدم المنتخبات الأخرى بس المنتخب الأسباني قدم أفضل أداء على الإطلاق في اليورو ومش هبالغ لو قلت إنه مفيش ولا منتخب في اليورو قدم أداء كويس بالمناسبة في رأيي أنا من واجهة ناظر أنا دي من أقل بطولات أوروبا على مر التاريخ اللي فيها متعة ورغم كده منتخب الأسباني وحيداً قدم لنا كرة قدم حقيقية كرة قدم ممتعة بشكل شخصي أنا بحب المنتخب الإنجليزي بس لما المنتخب الأسباني يكسب لا ده العدل بصراحة يعني بصراحة خاصة المنتخب الإنجليزي معاه مدرب بصراحة على قد حاله أه صحيح وصل الفاينال بس برضو على قد حاله ساوس جداً مدرب سيء معاجل عظيم جداً من اللاعبين وهو مدرب سيء منتخب الأسباني سلام على حلوته يا سلام على حلوته من أول أناي سيمون لحد مع اللابورت مع رودري وهجي لك على رودري دي بعد اللحظات مع فاميان رويس واحد من أفضل لعب الوسط وأنا متأكد أنه هيبقى في تشكيلة البطولة مع لمين يامال مع نيكو ويليامز اللي سجل هدف الأول النهاردة مع بدري اللي تصف في بدايات البطولة ورغم كده المنتخب الأسباني ما تأسرش منتخب حلوة 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 فيش بعد كده طبعاً فرحان لكربخالي يعني نجم ريال مدريد بعد دول الأبطال يكسب كمان اليورو بس إحقاقاً للحق فيه رأيي المتواضع إن رودري هو أفضل لاعب رقم 6 جيه في تاريخ كرة القدم تقول لي عم كريم بتبالغ هقولك نموذج نموذج دفاع جاهز هجوم جاهز يشوت تمام يرقص ماشي يدفع حلو يرمي شوية على الجناح شغال لعيب مبدع تكتكياً مرعب في الملعب رودري في رأيي المتواضع يستحق هذا العام البالوندور جائزة أفضل لاعب في العالم تقلق وإبداع مع منشستر سيتي الآن يفوز ببطولة اليورو مع المنتخب الأسباني قولي مين غير رودري ممكن ياخد مثلاً هتقولي بلينجهام هقولك مكسبش مع انجلترا آه عمل موسم رائع جداً مع ريال مدريد بس الأيام اللي جاية بتاعت بلينجهام السنين اللي جاية بتاعت بلينجهام مع مابيه وهلند وباقي اللاعبين بس رودري لا يستحقها بصراحة ونفس كده لعيب وسط ملعب مدافع ما ياخدهاش دايماً اللعيب المهاجم الحريف اللي بيسجل أهداف رودري إعجاز في راحة تانى قوي في 2006 لما فابيو كنفارو خد أفضل لعب في العالم كمدافع حلو بيبقى تأدير حلوة قوي للعبين دول عشان مش لازم يبقى الجايز دي للعيبة المهارية الحريفة اللي بتسجل بس بصراحة فانا رأي رودري ياخد جايز الأفضل لها في العالم في لقطة النهاردة مليون جنيه مليون جنيه سترليني هاري كين وهو خارج من الملعب في الديئة 70 أنا قلت يا ساوس جد في حد بيخرج هاري كين من الملعب أفضل مهاجم في العالم واحد من أفضل المهاجمين اللي جون في تاريخ إنجلترا إن لم يكن أفضل مهاجم جيه في تاريخ إنجلترا بالفعل كابتن المنتخب كل حاجة والفرقة مغلوبة ويطلعوا في الديئة 70 يا طرى يا هلطرى الهداف التاريخي أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا كابتن منتخب إنجلترا لما يخرج في الديئة 70 قدام مدرب ضعيف جدا زي ساوس جد المفروض تفرج على مشاهد عامل إزاي المفروض يبقى المشاهد عامل إزاي هاريكين بقى يروح عارفين أنتوا المشاهد اللي إحنا بنشوفها عندنا دي لو راح خبط في إزايز الماية مزع للمدرب أنت بتخرجني أنا تعرف أنا مين أنا هاري أنا هاري أنت مش عارفني هدف الدولة الإنجليزي كذا مرة هدف باير ميونيخ أفضل لعب في إنجلترا بتخرجني أنا ولا الهوى ولا الهوى عايف لو عمل مشكلة كنت هتديه الأعزال اللي أنا قلت لك دي كلها و هتضيف عليها كمان أنه فرقته أو المنتخبه خسران فكان مضغوطه نفسيا والمدرب ضعيف ساوس جد ورغم كده احترافية ما فيش بعد كده وإن كان وإن كان لازم هاريكين يفهم أنه نحس بقى واضحة الراجل مش عايف ياخد بطولة الراجل لا عارف ياخد مع توتنهام ولا عارف ياخد مع بايرن ولا عارف ياخد مع المنتخب الإنجليزي وكثير من الأحيان بيوصل لآخر نقطة ودايما بيخسر نحس بصراحة وبشرك عليه بشرك عليه جدا نهاريكين ده رصيده لازم كان من المفترض أنه يبقى مليان بالبطولات بس هو عنده بطولات فردية كثيرة لكن مع فرق أو منتخبات حظه وحش قوي قوي سبانيا النهاردة تقدم لها نيكو وليامز واحد من أفضل أفضل جناحات في العالم جناح أتليتك بالباو اللي فيه كلام كتير إن برشلونة عايز يدوم متخيل بقى برشلونة معاه على الشمال نيكو وليامز على اليمين لمين يامال في الهجوم لبانفزكي فأنت بتتكلم في تشكيلة هجومية مرعبة جدا وهاجل لمين يامال بعد اللحظات نيكو وليامز تقدم لها المنتخب الأسباني في الديئة 47 وكل بالمر اللي ما عاده جنبه ساوس جد دايما على الدكة أول ما نزل عمل أربع لمسات وآخر اللامسة منهم كانت هدف تعادل لإنجلترا في الديئة 73 ولكن أوريزابال سجل الهدف الحاسم وهدف الفوز وهدف البطولة للمنتخب الأسباني في الديئة 87 كان فيه لقطة في الديئة 90 لقطة برضه كمان أقول من النهاردة يتحسيب له هدف أو يتحسيب له الفوز ده النهاردة على المنتخب الإنجليزي منتخب حلو قوي منتخب شاب ولو أنت شفت مسيرة المنتخب ده لما خد بطولة أوروبا تحت 19 سنة تحت 11 سنة لحد ما خدت بطولة أوروبا للكبار تعرف يعني نظام وتعرف يعني تكوين منتخب وتعرف يعني تكوين جيل وتعرف يعني ناس بتشتغل من بدري عشان توصل للحالة دي والله أكبر والله أكبر والله أكبر وخش منكسر الدنيا ودعوات المصريين ودعوات الأسبان مفيش الكلام ده في نظام في نظام وخطة طويلة الأمد مش بالصدفة ونفس المدرب معهم عندهم 19 سنة معهم وعندهم 21 سنة معهم وهم كبار تعال بقى على مين يا مال اللي احتفل أول مبالح بعيد ميلاده 17 سنة يعني دخل بطولة وعنده 16 خرج منه وعنده 17 سنة سهلة لحد قال أجماعة البطولة كبيرة عليه أجماعة حرام نحرق الولد أجماعة الضغط العصب ما يستحملوش أجماعة المدرب فاشل أو إن هو يعتمد على لعيبة صغيرة في السن ما أنت عندك لعيبة كبيرة كتير يعني هو الدولي الأسباني ما عرفوش لعيبة عشان تاخد لعيبة عنده 16 سنة نجم من أهم من جوم البطولة نفسي البطولات اللي زي دي ندون فيها الدروس وإن كنت ممكن أنزل برهان وإن كان رهان حرام يعني بس ممكن نتفق أنا وإنت اتفق إنه غالبية المسؤولين عن الكورة في مصر مش هاتليهم بيفرغوا على المطولة أصلا أساسا يعني فاللي إحنا منتشوف أنا وإنت ده ممكن هما ما يكون شافوه أصلا الملاحظات اللي أنا وإنت دونناها دي ممكن أنا أقول ممكن الله أعلم بس ممكن أو أغلب الظن ما كانوا شافوه أصلا ولا دونوه بس دينا منقولها ده ما فقش على المطولة ده دينا منقولك فيه ناس بتعدمد على عيبة صغيرة بتكسب فيه ناس بتعمل خطة طويلة الأمد بتكسب فيه ناس ما جابتش مدرب اسم ولا بتاع بس هو مدرب ناجح في منتخبات أسبانيا للشباب فنجح فيه ناس ما قالوش مين دخل المنتخب ومين ما دخلش معنى خدت ده وما خدتش ده فنجح فيه تفاصيل كتيرة ناخد بس شوية دروس وعبر ونفهم إنه مش بالدراع أو مش بالتوفيق والحظ طول الوقت ده زي ما أنت تكتهد وتتعب وتخطط وتفكر وتبدع في ده دي حكاية نيجي بقى عندنا هنا منتخبنا الوطني الأوليمبي اللي أنا إن شاء الله متوسم فيه خير في الأوليمبيات بإذن الله وتحديدا بسبب مكالي الراجل ده مدرب محترم جد متفائل وطبعا فيه عندنا عناصر عظيمة بس طول ما أنت عندك مدرب كبير حتى لو ما عندكش أفضل عناصر تبقى متطمن شوية ودية ما شفناهش يعني كان تعادل مع المنتخب الأوكراني بهدف لكل فريق كان مباراة فيه استعاداتنا للأوليمبيات إن شاء الله هدف أوكرانيا الأول جاء في ديئة 12 وبعد كده البديل أحمد عاطف قطة سجل هدف التعادل في ديئة 75 هنلعب إن شاء الله مباراة أخرى يوم الأربع اللي جاي أمام المنتخب العرائي والدان بالمناسبة مباراة أوكرانيا النهاردة شارك فيها زيزو وشارك فيها أيضا محمد النني كابتن منتخبنا الأوليمبي تشكيل منتخب مصر في هذه المواجهة بشكل كامل كان فيها حمزة علاء وعمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس محمد النني ومحمد شحاتة وأحمد كوكا وإبراهيم عادل وزيزو وأسامة فيصل دي كانت تشكيل منتخبنا الوطني النهاردة كان بالمناسبة اتحاد الكرة أعلى الترتيب الكابتن في المنتخب الأوليمبي محمد النني رقم واحد زيزو رقم اثنين وإبراهيم عادل رقم ثلاث دي حكاية آه بالمناسبة كنت فاكر أقولها لكم من فترة بس سأقولها دلوقتي على الأقل نقولها له تكريما باللسان فيه أبطال مصريين رائعين هيشيلوا علم مصر في الأوليمبيات علم مصر في فتاح الأوليمبيات كلهم رائعين وكلهم أسماء كبيرة وأسماء عظيمة بس فيه نقطة واحدة بس أنا بحس إنه محمد النني لا يقرم بالشكل الذي يستحقه يعني إيه طبعا هو تكريم كبير لمحمد النني إنه يشارك مع منتخب مصر في الأوليمبيات تكريم كبير طبعا طبعا فيش خلاف على ده وخيرا فعل مكالي إنه اختار محمد النني بس محمد النني ده يا جماعة مسيرة رائعة في أوروبا مسيرة كبيرة مسيرة مبدعة سواء مع بازل أو مع أرسنل أو مع أي فريق اشتغل معاه وكان دايما هو هو هادي بالمناسبة كان الاحتفال بعيد ميلادهم إمبارح ده كان الاحتفال بعيد ميلاده الإمبارح ويستحق محمد النني دايما كان نفسي بصراحة يشيل عالم مصر فيه إفتاح الأوليمبيات مش تقليلا من اللي هيشيله عالم مصر وكلهم أبطال بس عشان محمد النني ما بياخدش حتى التأدير الكافي جماهليا بحسه دايما مظلوم مظلوم في التأدير وقول لك حاجة وقول لك حاجة وقضى اسرح معايا بخيالك كده لو محمد النني جيب جيل ما كانش فيه محمد صلاح بهذه الروعة وهذا التواهج في ملاعب أوروبا كنا هنتعامل مع محمد النني إنه هو أفضل محترف مصر في أوروبا بس من كتر حلوة محمد صلاح وتأثيره وأهدافه وبطولاته مع ليفارفول فخلاص خد خد الكريمة كلها ويستحق طبعا بس محمد النني يستحق هو الآخر إنه إحنا طول الوقت نكرمه أنا ده رائي أنا عايف إنه فيه ناس ممكن متحبش طريق لعب محمد النني شايفين محمد النني مالوش تأثير كبير أرى عكس الناس دي لما شوفني محمد النني دايما مؤثر جدا مع منتخبنا الوطني ومؤثر مع الفرق اللي اشتغل فيها بعيد عن آخر سنتين اللي كان بعيد شوية عن المشاركات كثيرا مع أرسلل ولكن كان دايما بيبقى لي دور عظيم فوت لبس فريق أرسلل دي حكاية تعالوح لأخبارنا وهقولك كواليس في منتهى الأهمية ربما تسمع كاسين منها لأول مرة لأول مرة في جلسة كولر مع لجنة التقطيط والكابتن محمود الخطيب تعالي أقولك كواليس مهمة مرسل كولر عقد جلسة هامة اليوم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والجنة التقطيط للكرة حيث شهدت الجلسة اعتماد قرار رحيل اليو ديانج لاعب الفريق إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الأعارة مقابل ما يقرب من 600 ألف دولار على أن يكون رحيل اللاعب بعد مباراة برامة زيوم 22 يونيو الجاري لم يشهد اجتماع القطيب مع كولر مطالبة المدرب برحيل خالد بيبو مدير الكرة كما تردد مؤخرا خاصة وأن هناك قرار داخلي باستمرار بيبو في منصبه لنهاية الموسم على أن يكون وقتها التقييم في نهاية المرحلة منطقي تم مناقشة موقف التونسي محمد الضاو كريستو وهناك قرار نهائي لا رجعة فيه برحيل اللاعب مع وجود تحركات ومفاوضات للحصول على أكبر رقم يمكن الحصول عليه لبيعه نهاية بناء على طلب كولر وفي حال عدم حصول الأهل على الرقم المطلوب لبيعه بشكل نهاي سيكون هناك مرونة لأعارته إلى نادي الصفاكس التونسي خصوصا وأن اللاعب طلب العودة إلى بلاده تونس كولر أكد تمسكه باستمرار محمد الشناوي خلال الموسم المقبل لكن قائد النادي الأهلي لديه رغبة في الرحيل نهاية الموسم الجاري لخوط تجربة احترافية خارجية وهناك تحرك من جانب اللاعب في هذا الملف بشكل رسمي للخروج من الباب الكبير خصوصا وأن اللاعب لديه اتفاق ودي مع الجهاز الفني على الخروج من القائمة حال تواجد قرار بمشاركة وقبل الرحيل عن الاهلي ملف المهاجم الأجنبي تم مناقشته أيضا في الجلسة خصوصا أن صفقة جونسان أكيتا مهاجم زياري خلال السويسري ليست في المتناول في زل مغالاتنا دي في مطالبه المالية التي وصلت إلى 2 مليون يورو هكلمك شوية عن هذا اللاعب بعد شوية أكيتا تحديدا أكيتا بحسب صحيفة بلك السويسرية النهاردة في كلام أن الأهلي عايز يضموا لعب جونسان أكيتا الأهلي عايز يضموا من زياريخ الأسباني بناء على رغبة من مارسي الكولار عفوا زياريخ السويسري لسا عايش مع الأسباني عشان أسبانيا اليورو مارسي الكولار عايز اللاعب وفي كثير من المعلومات المهمة عن هذا اللاعب ولما تسمع المعلومات دي هيعجبك اللاعب بس يا سيدي أكيتا هو عنده 27 سنة اتولد في ألمانيا الدولة بتاعة والده والدته هي الكنغو الديموقراطية وهو فضل هم عايز جنسيتين جنسية الكنغولية وجنسية الألمانية بس هو فضل أنه يمثل المنتخب الكنغولي ولعم معهم فعلا مباراتين رسميتين هو بيحب جدا المنتخب الكنغولي عشان بيحب جدا طبعا والده ووالدته هو أو حسب التقارير يعني مرتاح مادية مرتاح مادية بيلعب الكرة دي كده ايه للمتعة هو بيقول كده هو بيقول كده أنا بلعب الكرة دي للمتعة مش لجمع الأموال بحسب التقارير الصحفية بيقولك أنه سروته تقدر بتلاتة مليون دولار معرفش ده رقم كبير اللي لعب بيلعب في ربو ولا بس هم كانوا كدبين كده هو عنده سروة تلاتة مليون دولار فمريحينه ماشي تمام اللعب ده قضى مسرت كلها في بلجيكا لكن تقلقه الحقيقي جمع في الزيارق السويسري تعالوا وريك شوية أرقام عشان تعرف ليه التقلق بتاعه في الزيارق السويسري أرقامه الموسم ده أو الموسم اللي لسه خلصان ده يعني مرعبة هيلة تعالوا وريك الأرقام لعب ستة وتلاتين مباراة مع أو زوريخ هو لعب ستة وتلاتين مباراة مع زوريخ بدأ فيهم أساسي فاربعة وتلاتين مباراة سجل حداشر هدف صنع تلات أهداف صنعة فرص محققة ستة تمريلاته المفتحية واحد فاصل تمانية لكل مباراة دي أرقام طيب هو بيلعب فين في المركز في الملعب مركزه إيه يعني مهاجم جناح بلاي ميكر هو بيعرف يلعب في كل الحتات دي هو أقرب للجناح الأيصر بس هو بيلعب في كل الأماكن الهجومية كل الأماكن الهجومية عنده فيها مهارات رائعة جدا جايبلك شوية تصور كمان تعرف إمكانياته بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله الشمال بيلعب برأسه بشكل كويس بيسجل كجناح بيسجل كمهاجم كصانع علعاب رقم عشرة بص بص دي لقطات ليه اللاعب لو الأهلي عارف يضموا هتبقى صفكم ممتازم زي ما قلت لكم زوريخ طالب اتنين مليون يورو لبيع اللاعب هو رقم كبير بصراحة بص سريع كمان جدا مهاري شمال شغالة اليمين شغالة وعنده قرارات سريعة وممتازة في كل القرار بص دي كمان يمين شغالة وحريف حريف يعني يعرف يلعب ده احتضغط يعرف يحط الكرة بشكل كويس هداف كمان سستة حلوة كمان فهو لعيب مميز من كل النوع هشوف الكرة دي كمان الكرة دي حلوة اوي بص 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 الحرفانة لسه لسه فيها كلام كمان خطيق اه خمط الصحيح بس القرار القرار بتاعه على الجول هو لعيب خفيف مهاري حريف زي ما تشايف فيه تورب بتاعه ممتاز كمان فهو صفقة ممتازة جدا لو الأهلي قدر يضم هذا اللاعب بشكل كبير جدا خد بالك ده بقى مع وسامة أبو علي مع حسين الشحات مع بير ستول لو فضل هتلاقي هجوم النادي الأهلي مرعب وناري ناري طيب محمد شريف بمناسبة يعني الكلام عنه محمد شريف ما زال أحد الحلول أمام لجنة التخطيط في النادي الأهلي ولجنة التخطيط فعلا طرحت محمد شريف على مرسل كلر عشان يتم تدعيم الهجوم به في الموسم اللي جاي كلر حتى هذه اللحظة ما حسامش رأيه في عودة محمد شريف وقال إنه هيكون في حل نهائي الفترة اللي جاية أو مع نهاية الموسم مع لجنة التخطيط كلر ولجنة التخطيط يعني إنهما يتفقوا في حال رحل كهرباء عن الفريق نهاية الموسم لاخد تجربة احترافية في الدوري السعودي محمد شريف من ناحيته عنده رغبة إنه يكمل رحلته الاحترافية الخارجية وبالمناسبة فيه كلام إنه عنده عروض أوروبية فيه كلام بيجي من السعودية إنه عنده عروض أوروبية تقول لي هيمونك دي حسر أقول لك ما عرفش الله أعلم هو أوروبة كبيرة يعني هو محمد شريف كان في البداية عنده رغبة إنه يرجع النادي الأهلي أنا أحكي لك القصة يعني يعني في نهاية اللي فات آه ما عنديش مانا أرجع النادي الأهلي بنهاية الموسم وأنا حيب أرجع النادي الأهلي تاني تقلق وسامة بعالي الكبير جدا ورغبة النادي الأهلي إنه يضم مهاجم أجنبي آخر مخلية محمد شريف حاسس إنه لو رجع في الفترة دي ممكن يبقى ترتيبه التالت وممكن بعد كده كمان بعد كده كمان بس محمد شريف ما زال زي ما بيقولوا كده على طاولة النادي الأهلي والتفكير فيه ما زال قائم هو وارد جدا إنه يبقى موجود مع النادي الأهلي الموسم اللي جاي لو الأهلي استغنى عن كهرباء أو باع كهرباء لأحد الأندية السعودية دي حكاية حكاية أخرى أو قبل الحكاية الأخرى معايا عبر الهاتف الآن الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا الله يبلك فيك شكرا لزوك يا فندم شكرا حقيقة أنا بالتأكيد الحكاية الدايرة دلوقتي والكلام كتير على موضوع الشهد وخلاص اللجنة الأولمبية تخذت قرارها بأن شهد مش هتشارك في الأولمبيات سؤالي الأول لحضرتك هل كل هذه الأمور اللي نشرتها مبارح اللجنة الأولمبية في بيانها أنه لا يجوز مشاركة اللاعب اللعبة بعد الإقاف لمدة عام من جانب اتحاد المصري للدرجات هل هذا الحديث أو هذا الكلام حضرتك أو الاتحاد ما كانش يعرفه لا الأمر طبيعي أنه نعرفين من الأول اللي نشرت عارف أنت فضل وقفها وقفها ذلك أنت فضل كلام ده طبقا وقفها في الاتحاد الوطني لا يمنع مشاركتها في البطولات الدولية لا يمنع بالا لكن لو مثلا الدولة أو اللجنة الأنبية ونحن طبعا لجمنا كل احترام لأجهزتنا يعني الوطنية لما بتبع لها رؤية دي ما تسافرش أو دا ما يسافرش طبعا لازم برضو تتقبل القرار باحترام ده دي سلوكياتنا بالنسبة لنا فلكن أنت بتعالني من ناحية القانونية بقولك لا ممكن لو هي تقاف محلي وليها رغبة تشترك بتبعت للتعاد التولي وبيوفق لها على المشاركة يعني أنت كنت بتقولي أن اللجنة الأنبية لو خادت قرارها في هذا الشأن فربما قرار تربوي وليس لمخالفة قانونية أو إجرائية عملها لاتحاد المصري للدرجات يعني كده نحن نحن نعملناش أصلا أي مخالفة قانونية نحن في دي سبالنا كالتحاد نفيش أي مخالفة قانونية ولا حتى إدارية يعني البنت أخطأت خطأ والاتحاد المصري اداها يعني الجزاء اللي هو من وجهة نظره واللجنة الأولمبية قيلت هذا الجزاء خبالك يعني موضوع يعني سلوكيات فقط لكن ما فيش خطأ يعني ما فيش جرم صحيح وده اللي أنا عايز أقوله عشان بعض الناس بيتكبر الموضوع أو ما أنت عارف أنت في الكورة أو أنت راجل يعني أستاذ في هذا المجال أنت عارف الكورة بيدربوا بعض وبساعة يحصل واحد يوقع وممكن يتكسر ما بتقومش الدنيا وتقومه يعني طيب لكن هنا إيه السبب اللي إحنا خدنا هذا الإجراء برضو عشان ما نكونش أن إحنا حطنا في الاعتبار أن هذا الحدث أو التصرف مقصود بس طيب ما دخلناش في النية لكن إحنا حطنا في هذا الاعتبار عشان ما تبقاش قاعدة أن أي حد يضرب حد ويقول لك أنا مش قاصد لا اللي يضرب هيتعاقد قاصد بقى مش قاصد هيتعاقد تبقى للقانون يعني مش هيتعاقد يعني تبقى للهوى تبقى للقانون صحية في تصريح لحضرتك وأنا حتى علقت على السوشيال ميديا بخصوص هذا الأمر قلت فيه أنه مصلحة الرياضة المصرية أنه شهد تشارك فيه الأولمبياد بعيد عن أي أمر أنا هقول لك تعليق بصراحة وده سؤالي لحضرتك أيهم أفضل أنه تشارك شهد وهي ارتكبت هذا الفعل اللي بالمناسبة مش هنتبحها عليه خلاص هي خطأ وخلص بس بس أيهم أفضل أنها تشارك في الأولمبياد ولا ندي مثل وقدوة لباقي الشباب أن أنت لو عملت حاجة زي كده ممكن ما تلاقيش نفسك في بطولات دولية كبيرة زي الأولمبياد شوف أولا يعني طبعا أنا بحب دايما في البدايات لما يكون أنت مثلا أول مرة تغلق يبقى أنا بحسبك بس برضو أنا عندي الرفق لكن لتكرر منك هذا خطأ يبقى حساب جازم لا يوجد هزار فيه لكن أنا بيبقى يعني ما عرفش جاز أنا عن الحس الوطني برضي مصلحة بلدي بحب أن بلدي اللي هي فرصة أنها تأهلت في حاجة زي كده ما كانش بيحصل يعني الدراجات كانت على مدارس تنين لا تمثل مصر في الأولمبياد تمام؟ فلما تيجي فرصة أنه يبقى لعيبة من أندي من مصر يمثلوا مصر في الأولمبياد بالنسبة لنا حدث جديد وحدث إنجاز وفتبالك مش هقولك أنها كانت هتطلع مثلا في الأوائل في الأولمبياد لو أنت قلت لها كنت هتعمل حاجة بالضبط لا بس أنا برضو أنت عارف يعني مش هنقول كل مستوى دي لسه طلع لسه بنربيها ولسه بنجهزة لما تروح تشارك عينيها حتى تشارك ومكتش هقولك تطلع الأخيرة برضو تشارك الأخيرة كنت أعرف يعني لكن مكتش هتطلع الأخيرة نعم مكتش هتطلع الأخيرة حاجة بتقولي مكتش هتطلع الأخيرة لكن مش هتطلع الأولى أنت فاهم قريب إذا يعني إيه إنما اللي أنا عايز أقوله أنت الناهرة عشان نعلم أولادنا وما نخوفهم شي نوديهم ويشاركوا يشوفوا تضيع الرهبة بعد كده المرة اللي بعديها و اللي بعديها تبس لأيوم هم بقوا دخلوا في الاحتراف سواء الاحتراف ده بقى من جانب النفسي او الجانب الفعلي يعني يبقوا جاهزين بوس يا فاني انا مبدئيا بشكرك جدا على ساعة صدرك لأسئلتي والكلام اللي بقوله حضرتك بس تاني انا عايف انت راجل كمان تربوي وراجل عندك جيل عظيم ولك منصب ايضا دولي في اتحاد دولة الدرجات فكرة النموذج والمثل انا بس انا اكتر حاجة دايقتني انا عارف نشاهد صغيرة في السن وطبيعي انها تكون غلطت وكل الناس بتغلط لعيزها حاجة بتقول لعيبت الكرة وكل الالعاب بس فكرة انه الناس كلها شافت الفيديو ده فالشباب الصغير الاطفال الصغيرة لما يشوفوا نموذج زي ده واحنا بنكرمه او بنشكره وبنقوله تعالى روح شاركة الاليمبياد هي ده كان خطورة الامر وانا وحاجة تحدثت الان وحاجة تحدثت الان بمنطق وطني واكيد فكرة التربية والسلوك دوت انه يبقى عند كل الشعب المصري برضو ده هدف عند حضرتك بص او لحظة كلا حاجة يعني انا وانت تقديم في مدرسة واحدة بالفكر ما احناش ما عندناش شعور انتقامي ايوه هو ده الخلاف اللي بينه بعض الناس ايوه سواء زي ما لقنا الحبائيين والحبائيين من الصعافيين او غيرهم انا ابني غلق ارىس ما جيبش ساتور وروح قطع رقابتهم قصر الدماغ ومطعم يتحت احسبوا على قد خطوه مش بقول ما حسبوهش احسبوا على قد خطوه وفاهموا وبقى جمه بالعكس ده نادم ابقى جمه عشان كده غلط تعملش كده تاني لان دوت ممكن يباع مستقبلك الرياضي او يضيع صمعة مصر اللي عملت الكلام ده برا يعني هيتعلم منين هيتعلم من خطأ اه صح بس فيه فرق من خطأ وفيه فرق من يعني زميلتها كان ممكن لقدر الله يحصل مشكلة اكبر من كمان كسر في دراعة يعني كان ممكن تحصل مشكلة اكبر فيه خطأ عن خطأ يا فنم اتفضل انا موفقك يعني ماسو عايز اقول احرك الحاجة على مدار حياتنا في هذه اللعبة بنشوف كده كتير دوة مصر وبرا مصر يعني واحد بيقول لي انت ايه انا طبعا ما بيلاقي انطباعي عادي معادي مش عادي عشان انا مثلا مقلل من قد الحلس او ان انا يعني مشجع لحاجة ابدا عادي لاني بشوف كتير دوة برا على مستوى المصري على المستوى العربي على مستوى الدولي لكن دايما بيقول لك احنا في حاجات انت راجل اعلامي وانت عارف يعني ممكن حاجات عارف مثلا لو الاعلام الموضوع مخدش حايز كبير كان عادة زي اي خطة ومشي دو الدنيا واحنا برضو هدفنا ان اللعيب يحبوا بعض خلي بالك التكبير هذه الامور وتضخمها تعال بيعمل يعني ايه مسافة بين الاتنين دول الموقف ده حصل امتى يا فندم بعد الموقف اللي هو الحدس دي حصل حصلت امتى او المشكلة دي حصلت امتى ما بقالها فترة يعني بقالها عوالي تقريبا شعري تقريبا تقريبا الاعلام الاعلام افندم ما تحدث عن هذا الامر غير من يومين تلاتة خلال هذه الفترة ما حصلش بين الاتنين ما حصلش بين الاتنين للتصالح بعيد بقى عن الاعلام يعني انا عايز اقولك الحاجة بيبقى فيه مرة لازم تبقى انت برضو ساعدتك يعني استاذ في العلاقات الانسانية والعلاقات الاجتماعية في فترة تبقى ايه لازم تهدي الدنيا اخد بالك يعني شوية كده نهدى شوية ما نتكلمشي تقوم النفوس الوحديية وانت قاعد لوحدك تبدي تريد تفكير او تبدي تفكر لا اللي غلط يقول لا انا نغلط واللي تغلط في حقوق يقول معلش ما نسامح فيه لا المسافة دي بتدي نوع من التفكير الايجابي لكن وانت سخن والحدث جاهز فاهم عوضي زي العجس الحاجس بوقته برضو الانفعالات النفسية بتبقى مختلفة يا ربي تبقى موفقني على فاكرة انا موفق جدا جدا في حديث حضرتك ده فيما يخص العلاقات الانسانية ما بين البشر وبعضهم لكن انا بتكلم هنا او اشارتنا كلنا انه فاكرة ان دول ابطال ونموذج بس انا بقص الحكاية كلها يا فندم مش انه البناء ادم ده مجرم يعني اشياء دي مش مجرمة للابد خلاص هي خطأ وانتهى انا بتكلم على فاكرة انه هي للأسف هتبقى نموذج لكل الاطفال والشباب لو ما كانش فيه قارات راضعة ووضحة وصريحة وانها ما تشاركش لو عملت كده انت بتخيل انت ممكن تخسر شهد وانا زعلان ان احنا نخسر شهد عشان هجيلك كمان على خبر اعتزالها بس انت هتكسب اجيال كتيرة بعد كده تتطفق ام تختلف انا وانت مهمتما طبعا هي في حالة صدمة نفسية ايوة والصدمة نفسية مش جات من الحدث باش جات بنت تغيرها في السن بتاعها تجوم لازع من ايه من اطراف الدنيا من اولها لأقطاعها لاخيرها فطبعا مش فائقة بتشوف عمال تك 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 وجم 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 انوان وي فالبت طبعا حصل لها البنت حصل لها انهيار نفسي خلاص انا مش لعبة اللعبة دي خلاص مش عايدينها فاندم عايز سألك السؤال معلش المقاطعة ما تشعرش بالمسئولية ان انت اللي حطيتها مسك رئيس للاتحاد في الموقف دوت لو كنت جنبتها من بدر المشاركة في الولمبيات ولو الصورة بتاعتها ما كنتش تلعت مع البعثة اللي مسافرة كان ممكن اصلا هي ما تحطيتش هي ما تحطيتش تحت الضغط النفس ده كله فضل يا فاندم البنت احنا مسجلينها وبعتنها من بدري مش من النهاردة من بدري لللجنة الولمبية ومرشعة من بدري مع اللجنة الولمبية فالاسماء نزلت من ضمن الاسماء اللي نزلت مع البعثة مصرية في اللجنة الولمبية يعني مش انا مثلا مكبل صورتها وعامل لا ابدا وبعدين عايزة اقول لك يعني انا طبعا انا بشكرك انا حاسس منك الروح الجميلة بأمانة مش بجملك شكرك يا فاندم يعني انت ما انتش انتقامي ولا انت عايز يعني بتبحث عن الحقيقة وتوجه الجيل لك رؤية ان انت عايز توجه الجيل الاخر يا جماعة متعملوش كده كده عيب كده غلط بالزبط واتمنى حضرتك تكون متفهم ده وعلى فكرة هو يعني وجهة نظرك واجهة نظرك بالمناسبة ما انا عسيت ديك او لا بش بس كده وجهة نظرك كمان على وجهة نظرك حضرتك ايضا في فكرة انه شاهد تشارك لاجل الرياضة المصرية دي برضو حاجة نقدرها ونفهمها بس هي الاصعب منها انها ممكن نقدر الله زي ما قلت الحردك يعني اجيال كتيرة بعديها ممكن تشوف المشهد ده عادي وطبيع وممكن نقرره تاني دورنا احنا بقى دوري انا وانت ده دوري انا وانت انه دايما مع الابدنا ودايما بيوجههم وحتى نشوف كده دي عملت كده وكده غلط وكده صح صح الموقف وبعدين لما يحصل حتى لو حصل من غيرها ولد او بنت برضو مش هنعديه عن عقبه وبعدين انا ماشي بمبدأ برضو بإذنك مش بس العقاب تواب والعقاب يعني انت بتحسن انا برضو لازم اكون محسن معاك في المعاملة وفي الكلام وبعدين انا عايز اقولك على انا وانت والأسرة يعني الاتحاد والأسرة والإعلام احنا الثلاثة مسؤولين في تكوين اللعب وتربيته لازم انتكلم معنا وانت مع بعض الإعلام أصبح مؤثرا جدا جدا في هذه الأمور صح بس الإعلام بيبقى رد فعل وناقل للفعل وليس صنع الفعل لا ما خاليني قل أنت جاهز أنت رجل يعني نفسيتك فيها صفاء نفسي كده توجه انتقامي زي ما بقولك ولا حاجة أنت بتبحث عن حقيقة وعايز توضح معلومة وعايز برضي تتوصل رسالة للشباب يا جماعة كده ما تعملوش كده يا شباب في المرحلة الجاية يعني إيك هدف من الحوار يا فندم شاهد الموقف معا إيه الفترة اللي جاي يعني في حالة الانهيار اللي هي فيها في حالة الاعتزال اللي هي أعلنته أنتوا موقفكم كالتحاد معا إيه بالمناسبة احنا مش عايزين نخسر برضو واحدة ممكن تبقى بطرة في المستقبل تتعلم من أفطاها وما تقرراش تاني ونستفيد منها في المستقبل أكيد أنا بس أقولك على حاجة برضو سيكولوجيا في فترة معينة كده بتسيبها فيها تهدأ النفس تهدأ والأمور تهدأ والناس تهدأ حتى اللي هو يعني أخطئ في حقه برضو يهدأ ونفسيته ترتاح ويبقى فيه مساحة للتسامع وبعدين نتكلم بقى في الكلام ده لكن أنا يعني لازم كالتحاد من مسؤوليتي برضو لما يبقى فيه نهيار نفسي عند اللاعب أنه نقف جنبه ما خلهوش يبطل ولازم لصالحه هو كلاعب لصالح اللعبة كلاعبة مش كل حدث هيقابلنا مهما كان صعوبته إحنا ننهار معا إحنا لازمتنا إيه أنا وإنت لازمتي إيه إحنا الاثنين أنا كمسؤول في الاتحاد أو رئيس الاتحاد وأنت كراجل إعلامي إحنا الاثنين مسؤولين نصوب الأمور ونقف جنبيهم أنا بكلمك بشراحة لأن النهاردة لا ينكر أحدا أن الإعلام أصبح أردنا أو لم نرد جزء من المنظومة مش بيتفرج لزمان ده بقى جزء من المنظومة مشارك ده وجهة مدرية دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات أنا بشكر حضرتك شكرا جزينا على هذه المداخلة تعليق بسيط وسريع أنا من أكتر الناس اللي هجمت الفكرة دي إن شاهدة شارك في الأولمبياد لسبب هو يخص أيضا مصلحة الرياضة المصرية والنموذج اللي احنا عايزين نورديه للشباب الصغير والأطفال الصغيرين اللي طالعين بس بس لكن فكرة برضو عشان يبقى أمين ده بحشاهد دي ده غلط أنا آسف هي لسه طفلة يعني أنا أقصد إيه هتغلط وغلطت وهتغلط تاني وإن شاء الله تعلم من الخطأ اللي فات ما تكرروش أخطاء أخرى كلنا بنعمل كده وكتير من اللي عيبت الكرة بالمناسبة من التمثلون كاسيم العزان ونقول إيه ده تطور وزهنيا بقى أفضل وعقليا بقى أفضل وزي ما كان بيعمل مشاكل دلوقتي مش عالفة كل ده بيحصل كل ده بيحصل أنا رأيي وهفضل أقول وزي ما قلته الرئيس الاتحاد أنا شايف أنه الخطأ أنه كان أصلا شهد ما كانتش المفروض تتحط فيه القائمة ما كانتش هتتأثر نفسيا زي دلوقتي أنا متخيل حجم الانهيار اللي عنده متخيل ده هو هتلعب للنبياد بعد كم يوم لا خلاص مش هتلعبش هو ده القرار الصح إنها متلعبش بس لو كان من الأول أنت موقوفة وفي عقوبة بسنة فأنت مش هتشاركي تعيني استعد للي جاي وتعلمي من أخطائك كان كل حاجة مشت بشكل سالس جد تاني يا جماعة عشان برضو ما نبقى شيء السين قوي على فكرة أنه الناس اللي بتغلط لعبة أخطأت وخطأ كبير اتعاقبت بإيقاف سنة وكان المفروض من الأول ما تشاركش في الأولمبياد خيراً فعلت اللجنة الأولمبياد المصري لما عملت كده إن أبعدتها مش عشان انتقام من شهد عشان يشهد بكل هدوء ولما هتجبري أكتر وأكتر وأكتر هتعرفي ده إن انت بطلة ونموذج ومثل لكثير من الشباب الصغير فكان لازم يحصل كده ببساطة يعني لسه بكمانين مع حضراتكم بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانت عارف اللي أنا بحبك على المستوى الشخصي وسعيد اللي أنا موجود معاك ومع فريق الإعداد كله بالكامل يا ربي خليك ابتن الحمد أخبرك إيه؟ تمام الحمد الأجواء هدية اليومين دول؟ الحمد لله الحمد لله مكنش هدية من كم يوم؟ يعني هي شوية كده وشوية كده شوية كده؟ متعودين إنتوا عتبت المحمد؟ في الفترة الأخيرة دايماً في كل سنة في المرحلة دي بالذات بيبقى كل الناس من دايما الحكام بيتلاقي دا أنا جاء من كام يوم كنت أعرض كل البيانات كل الاندية تقريباً طلعي ببيانات ضد التحكيم تقريباً يعني مش كل البيانات صح؟ أنا باتفق معاك في بيانات مثلاً في أخطاء بنقول في أخطاء لكن في بيانات ما فيش أصلاً وردين عليها من خلال لجنة الحكام والناس اختنعت في عند دي اختنعت بالرد احنا بعدين ايه انت بترد على الاندية طبعاً بيرد مش مش بتشوف البيان دا كده وتقول مش دعاً لا 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 في بيانات واتحاد الكورة مكلف مصر بريرة انه هو بيرد وراجل بيرد وانتهى الصراحة يعني طيب ليه بالمناسبة احنا كإعلام أو كجماهير ما نشوفش التوضيحات دي يعني ليه مسلاً وانا كلمت معاك في القصة دي قبل كده ليه الحكام مسلاً ما تطلعش بيان بعد المباراة تقولوا الله احنا شاهدنا هزي المباراة وكان في الخطأ الفلاني وانا اعترف بهذا الخطأ واخلصنا ونهدي الأجواء كلها دا بيحصل في أوروبا يعني وانا انا خلي بالك انا مع الكلام دا اصلاً عايزي أقول لك وحتى يما بيبقى فيه أخطاء ايه المشكلة مع الأخطاء اللي عبير بتعمل أخطاء والأنديها بتعمل أخطاء والمدربين بيعملوا أخطاء لان دا أنصر بشري موجود صحيح لكن بس احنا مشكلتنا هنا اللي احنا بناخد الخطأ البشري للحكم ونعتبروا ان دي حاجة جديدة ازاي أخطاء ازاي بفيه خطأ اه طمانتوا بفيه أخطاء موجودة وموجودة الأخطاء في كاس العالم واليورو وكل البطولات والكلام دا كله احنا حتى يما حسبنا لقينا اللي احنا كنا من أسبوع كده بنعمل أحصائية 273 من وراه فيه 8-9 مطشاط فيها أخطاء مؤسرة أصرت حتيك في المباريات لقيناها نسبة قياساً ببعض الدول اللي موجودة اللي احنا كانت فيه مقارنة بيننا وبينهم لأ احنا احسن لأن كل الأخطاء دي دولت زي مين أوروبية يعني يعني حتى مصر قالك أنا و أنا في البرتغال وفي اليونان فتنسبة الأخطاء أعلى من كده اه احنا الأخطاء عندها التحكمية أعلم بالبرتغال واليونان اه خلي بالك أنا مش عايز بس أسكر دول فيه دول فيه أخطاء كبيرة جداً موجودة في الدوريات سواء الدول العربية ودول الأوروبية فالأخطاء موجودة اه بنعترف ما بنهربش لكن الأخطاء قياساً بالأخطاء اللي موجودة في الدول التانية لا أخطاء مقبولة بتحبوش تعلنوا عشان حسينوا الإعلان دوت ممكن يعني ينرفز الناس أو يعصوهم أكتر هو دايماً لاتحاية الدولي بيميل أن أنت ما تعلنش أنا أنا مش مع الكلام ده بس الدوليات كبيرة ده الدول الأسباني بيعلنوا عادي الدول الإنجليزي بيعلنوا عادي مش بكلمك على عقوبات حكام أنا بكلمك أنه كان فيه خطأ إحنا شفنا أنه فيه خطأ في المباراة دي بس إحساسي أن أنا كمشاهد أو مشجع أنه ناجل الحكام معايا شافوا اللي إحنا شفناه إحنا من ضمن الردود اللي كان فيه حاجات وقالنا ده كان فيها خطأ ودي ما فيهاش خطأ ده رد على الأندية آه رد على الأندية طبعاً آه أنا بس أتكلم لك دايماً عاية التفل معاكبت المحمد أو يعني مش بكبرج عادة بس أقصد أنه الجمهور كمان محتاج يعرف يعرف أنه لجل الحكام شاف اللي إحنا شايفينه فأي مباراة بس إتع تقول لي آه أنا شفت يا كريم اللي إنت شفته دوت آه كان فيه خطأ في المباراة دي بس خلي بالك أنا معاك وأنا من ضمن الناس اللي هي بتأيد هذه الفكرة بس ساعة أنت بتاخد الجمهور الجمهور ساعة بتاخدها بحسية وبتاخدها بقى الصالح نادي ضد نادي والكلام ده كله فأنت بتبعد عن البلبلة والمشاكل يعني بتريح دماغك لا مش عايزين بس عايزين عايزين نشتغل في أجواء أهدى شوية صح لجل الحكام الحالية برئاسة بريرة شايفها لجنة نجاح عايز أقول لك على حاجة بس أنا هاخدك من أسبوع طلع إحدى المسؤولين آه في برنامج آه واتكلم على المصريين اللي مع مستر بريرة في الأول بإسلوب مسؤول آه كان مسؤول حكام أو مسؤول تحتكور حكام حكام آه كان مسؤول في فلاجة التحكيم وقال المصريين ومش المصريين ما بيعاملوش حاجة لأ المصريين موجودين كلهم بالكامل أسماء آه نظيفة المصريين اللي موجودين في اللجنة آه أسماء نظيفة حط تحتها خمسين خط آه عنهم مش مكسورة بيشتغلوا حتى لو عندهم أخطاء آه لكن ما عندهمش حسابات دي النقطة الأولى آه نقطة التانية ما سألوا قالوا أصل آه كابتل محمد فاروق خرج وقال أشاد بمصر بريرة آه أولا أنا ما عرفش حاجة اسمها يا خيانة يما بشغل معاها أحد بشغل معاها بمونتها الحب طوال الفترة اللي أنا موجود فيها آه فيما أطلع أشكر وأقول والراجل ليه إيجابيات هو ده مش عيب وقال لك أصل رأيه وبعدين يما قال له بس الكابتل محمد فاروق اسم كبير وتاريخه بتاع قال له يا ماشي إنه الناس عايزة تشتغل آه لا أنا بقول له لأ أنت تعرف محمد فاروق حد نظيف مش ملوس لكابتل أصور فتاح عشان أسمع تلخوا أنا أمش ما بقولش ملوس بغض نظر أنا بس أنا بقول له أنا أسمع تلخوا آه أعرف الكلام ده كله آه وأعرف اللي هو لما اشتغلت معاه كنت بأطلع دافع عنه بتتلم عليه ما خفتش من حاجة مكنت بشيت به لكن ما تقولش محمد فاروق مش مستني الشغل في التحكيم محمد فاروق بيشتغل في التحكيم ويما هيقول مش عايزة اشتغل أنا مش هيقول مش عايزة اشتغل ويوم هقول لا هشتغل هشتغل بشروتي القصة أنا مش باكي عليها وهو عارف اللي أنا لعيني مكسورة ولا بدور على الكلام من الكلام الفاضي اللي بيحصل ده كله فأنا بس بقول الكلام ده كله لكن اللجنة اللجنة نجحت أنا بقولك اللجنة مصر بيحصل نجحت عندهم أخطاء فيه أخطاء وأنا دايما بقول كده وحتى ما قالوا التصنيف قلت التصنيف فيه أخطاء أضرت بمعض الحكام أنا عندي صراحة وما عنديش كدبه وما عنديش الكلام شمال ويمين ولا الكلام ده كله وبطلع بقول الحقيقة لأ الناس اشتغلت في ظل الظروف صعبة جدا الدوري ملتهب يعني دوري الغد الوقتي ما انت مش عارف مين هيخده الدوري مين اللي هيخبط ومين الكلام ده كله بطولة زي بطولة المحترفين أول مرة بتعمل في مصر محافظات على أعلى مستوى بتلعب كورة باللعب حكام صغار السن نجحت قسم تاني قسم تالت فاهم ليه المسؤولين السابقين في الحكام دايما بيهاجموا المسؤولين الحاليين ولما الحاليين بيخرجوا بيهاجموا اللي بعديهم ليه دايما الأسرة بتاعت التحكيم مش أسرة مطربطة للأسف الشديد إنك دي موجودة ويوم ما تيجي بكرة لجنة مصرية هتبقى في تكتل ضدها بنفس القصة وهكذا عشان كده الواحد أتمنى الناس يعني الناس تصلح من جواها الأول وبعد كده ايه تطلع تتكلم لكن هو ده الموجود وده اللي احنا شفناه وده اللي احنا طلعنا عليه وشفناه شفنا حاجات قدام عينينا عشان كده طول ما اللي بيحصل ده بيوصلنا المراحل يا جماعة احنا مش عايزين نوصل لكده في الأول وفي الآخر أي لجنة تشتغل الناس كلها تقفوا تسندها لأن أنت بتشغل التحكيم المصري مش لأشخاص لبلدك كنت بتحب بلدك اشتغل وبدأ من اللي بيشتغل لكن الكلام الكتير والحاجات دي كلها ما بتقدمش ولا بتأخر كان معايا دكتور عابد كومي من كم يوم وقال لي أنه بريرة خلاص مع نهاية عابده مش بقى موجود في لجنة الحكام هل أنت مستمر في لجنة الحكام هل أنت عندك رغبة أنك ترقص لجنة الحكام في المستقبل والله أنا الكلام سابق اللي قوانه احنا بقى شهرين على فكرة برضو مستر بر موجود والمجلس دعامه في آخر اجتماع وقال له احنا معاك واخنا ما قلناش اللي انت تمشي أو تقعد يعني القصة أنا ألت لك من الدكتور عابد كومي يعود مجلس دار ما عارف ما عارف أنا بقولك يعني مش معلومات ده هو فالقصة لسه ما اتضحتش والراجل شغال وجاهه والأمور ماشى كويس جدا لا أنا بعض شهرين هيبقى لها قرارات أنا هيعلنها ومش عايزة نروح اللي أنا بفكر عمل مؤتمر صحفي الواحد بقى يقول كل الدنيا ماشى ازاي بقى طلع الطاقة اللي عندك يعني بنسبة كبيرة ان شاء الله معلش مش عايز خلص سيبقى في المؤتمر الصحفي الأجزاء الكبيرة بس عارف بس الفكرة انت عايز تطلع تتكلم على فكرة لجنة الحكام كيف تشتغل ازاي ولا عايز تطلع تتكلم على فكرة المضايقات أو التضييق اللي خانعليكم لا هتكلم على كل حاجة بقى من ساعة ما شغلنا لجد الوقتي مع النهج الموجود مع السياسة الموجودة مع الدنيا ماشى ازاي لازم الناس تعرف الدنيا ماشى ازاي انت لجنة مستقلة مستقلة اه تماما تماما فيش حد بتدخل في قراراتكم نهائي نهائي على فكرة المجلس ده مجلس محترم جدا وانا بقول لك الكلام ده وزي ما قلت لك انا مش باكي على حاجة المجلس ما بتدخلش خالص بالعكس ما بتدخلش خالص نهائيا من اللي جاب الحكام الأسبان في مباراة ببرامج زوالاهلي اتحاد الكورة ده تدخل او مش تدخل لا مش تدخل لان احنا 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 قايلين من الاول احنا مع الحكام المصريين اه اتحاد الكورة قال اه مفيش مشكلة نجيب حكام أجانب مفيش مشكلة لان خلاص احنا وصلنا لمرحلة دلوقتي ان الحكام المصريين حكموا كل الحاجات دي كلها سوبر ودوري وكاس مصر اه بس اذا حسب كلام حضرتك ده انا هنا مش لاجنا مستقلة مائة في المائة عشان لو لاجنا مستقلة مائة في المائة انا اللي هقول يام حكام مصريين يام حكام أجانب تدخل من احد هنا انت بتقول لي حتى ساعات المصلحة العامة في توقيت معين هم نادي طالب نادي أو أكتر عايز حكام أجانب ما فيهاش مشكلة كلام ده كان زمان يعني كنت تخاف تلعب حكم أهلي وزمالك أو أهلي وبرمز أو زمالك وبرمز وتبقى لأن الحكام نجحت مرة واثنين وثلاثة واربعة وانت شاهد على هذا الكلام فخلاص القصة خلاص ما فيهاش مشكلة لكن يما الاتحاد يقول هنجيب حكام أجانب خلاص هات حكام أجانب بس الحكام بقى الأسبان ده قرار الاتحاد الكورة بس الحكام هو اللي اختارهم كمان أو هو اللي اتفق معاهم مش لانجي الحكام احنا طبعا سألنا وقلنا بحيث لو فيه اي متطلبات احنا نقدر نعملها لأ كان فيه رد من احدى المسؤولين قال احنا خلاص هنجيب الحكام الأجانب فأنت لم تتدخل تماما كلاجنا خلاص بقى أنا خلاص مدام انت هجيب حكام أجانب هات أنا مش هتفرق معايا جيب من ألمانيا من فرنسا من إيطاليا القصة مش هتفرق معايا في حاجة ينجحوا ما ينجحوش مش منحك لا أتمنى طبعا نجاحهم طبعا أنا فاهم نجاح المنظومة بس مثلا لما جي طاكم التحكيم الأسباني دوت والأسماء وصلتك وانت أكيد مطلع وعارف كل الأسماء دي هل انت قد شايفه طاكم تحكيم جيد ما أنا ما قدرش يحكم عليه من قبل المباراة لأنه ممكن يكون حكم دولي صاعد ممكن يكون حكم في بلده قويس جدا ما قدرش اللي أنا عشان هو مش معروف مثلا أو مثلا مش مصنف أولا اللي هو حكم وحش أداءه في الملعب هو اللي يقولي أداءه في الملعب كان أعمل إزاي من وجهة نظرك ده ما عجبنيش طبعا ما عجبكش لا طبعا بمنتقى الأمانة يعني حسيت إنه ده يجيب حق الحكام المصريين رد على الناس رد على الناس كتير جدا حكامنا بخير حكامنا بخير فعلا يعني بس ما حدش عمل مشكلة يعني أنا بفرج على المباراة كابتن محمد حتى كنت قاد مع بعض الأصدقاء قتلهم إذا ما فيش واحد راح أعطرد حتى أو قال له عكابتن مش فاول ما بتبدأ شو بتدايو وانت بتتفرج على الكلام ده أنا بحس إنه اللعيبة عندنا فعلا لما يبقى فيها حكم أجنبي منتهى الالتزام منتهى الالتزام يعني حكم مصري بيبقى طول الوقت في زعي وفي خناق طول الوقت بالرغم اللي هم في آخر مطشاتهم بصراحة برضو عشان أدي برضو الأندية حقها كان فيه التزام وكان الالتزام الأندية كانت إحدى نجاحات الحكام في المطشات الكبيرة اللي هي تلعبت يعني برضو في الفترة الأخيرة من ضمن عوامل نجاح الحكام الأندية فعلا سهمت في نجاح المطشات سهمت بشكل واضح آه كان لها دور طبعا كان فيه التزام أنا شفت برده قدوانا حتى لو كان فيه بعض الحاجات الصغيرة لكن كان فيه التزام واحترام نادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بارامز في لقطة أثرت الكثير من الجدل عند كثير من خبراء التحكيم والجماهير والمسؤولين وكل شيء بس عدت برضو مرور الكرام لقطة ضربة جزاء التي تحسبت لحسين الشحات في مباراة بيراميدز أنت كلاجنة حكام لو حكم مصري هو العمل أو خدت قرار ده أنت كنت هتقيم القرار ده إزاي وانت برضو خليك روح للحتة التانية أن كان برضو في بعض الأخطاء لصالح برضو نادي ما تحسبتش أيوة يعني كان الأخطاء هنا وهنا تقصد آه الأخطاء كانت موجودة هنا وهنا آه كانت اللي اتنين بس الكرة دي كانت عشان بس سجل منها هدف يعني سجل منها هدف من الألعاب التانية لو تحسبت كانت سجل منها هدف برضو آه ألعاب لصالح الأهلي آه لو تحسبت كانت تتبارك لك جزاء ويسجل من الأهلي آه يعني تقصد أنه كان فيه أخطاء لصالح الأهلي وأخطاء لصالح بيراميدز وأخطاء ضد الفرقتين كانت في أخطاء موجودة في المباراة عمتا يعني بس الكرة دي تحديداً شفت ضرب الجزاء ولا؟ لأ طبعا لأ طبعا انت قولت كورو ما فهاش مانا بكلمات بمتاع الأبانة يعني لكن شفت بعض الألعاب الألعاب صريحة وركلات جزاء برضو لصالح النادي الأهلي طبعا لصالح النادي الأهلي الكرة اللي كانت في الشوت الأول فوت انفوت اللي هي بتاعة محمد عم منعم غالبا يعني دي كانت ضرب الجزاء برضو للأهلي ودي كرة ودي كرة للحسين الشحات والتوطية طبعا مش ده بجزاء خاص موكبت ان محمد تكلم عنها دي حكاية المباراة اللي جاي فيها حكامها جارب برضو هتختاروه منتو ولا برضو اتحاد الكرة لو اتحاد الكرة كلفنا اللي احنا نتواصل هنتواصل هم خدوا اللي هم يجيبوا حكام ما فيش مشكلة عادي ما تقولش مثلا ايه لمصلحة الحكام ومصلحة التحكيم وانه يقدوا بشكل كويس وان احنا نختار يعني انت اللي تقنعهم مو خلي بالك اسوء الهدف واحد انا هختار هدور على المصلحة العامة ايوة اتحاد الكرة برضو اكيد بيدور على المصلحة العامة يعني مش معقول التحاد الكرة هيدور يجيب حكام دون المستوى عشان تكي تحكم مباراة موهانا كريم لو قدتلك مثلا كابتن محمد انا هروح اجيب حكام اجانب للمطش الجاي هتقول لي ببساطة شديدة يعني انت برضو ما تعرفش الحكام يعني كريم انا معقفش الحكام ما فامش في التحكيم منروح لأهل العلم فانت الراجل اللي عارف الحكام وانت عارف الحكام اللي في العالم وانت العارف تصنيف الحكام في العالم يعني هي القصة اولايبة برضو لانهما برضو في ناس برضو عندها ملمة برضو بالنفس الكلام وملمة بالحكام الكبار والحكام اللي موجودين فالقصة واحدة يعني بالنسبة النا انا تفرق معايا بقى يا منطلح اللي بقي mayor حكام مصريين انا اضور وابحس بنفسي ويحط الحكام على قدر المباراة ويبقى هو ده دوري الكبير اللي أنا مهتم به كابتن محمود عشور مزعلينه ليه في الحكام؟ طول الوقت أنا بسمع طفحات منه بص يا كابتن محمود عشور طبعا هو أخ وصديق وحكم كبير لكن خلينا نتكلم احنا في بلد مؤسسة في دورة مؤسسات واتحاد الكورة مؤسسة من مؤسسات الدولة ما ينفعش إلا نخرج عن النص أيا كان هو مين مش بتكلم على محمود وبعد كده نيجي نتهاون أو نتساهل لأ محمود أخطأ وفي توقيت أنا كنت أتمنى أن المحمود يكون هادي لأن المحمود عارف إلا أنا ما تبقى في مشكلة أنا قادر لأنا بحلها يعني كان في إحدى الحاجات الصغيرة كده في الإمارات وأنا حلتله في ثانية ويوم هو كان زعلان كلمته في التليفون وقلت له أصبر لجهة الصباح وإنت هتلعب بكرة إيه الحاجات الصغيرة؟ مهو برضو معلش يا كابتن محمود هكلمك بصراحة إحدى ما نسمع من الكابتن محمود عشور بس ما نسمعش الجانب الآخر يعني برضو ما أنا عايز تقول لحظ أنا مش عايزك بس تمشي وراء لأن في ناس بتاخد موضوع محمود عشور أيوة بتحطه بس أنا عايز أسأل سؤال فضاء معلش لا هو محمود عشور أصلا ديوم خرج من القائمة الدولية خرج إزاي محمود عشور خلي بالك بيجري كويس جدا لكن مين اللي خرج محمود عشور واللي هو يعني لا معرفش يلعب على الجانب النفسي المحمود محمود كان محتاج حد يكون قريب منه ويكلمه محمود كان في التوقيت ده كنت ممكن ترقيه موجود في الأولمبياد كحاكم ملعب محمود ما كانش بيسأد اختبار لأن كان فيه ناس بتسلط عليه أنه هو نفسيا عايز أتحطمه مش عايزه يكون موجود أنا محمود عشور ده جريت من لجريت الحكام؟ من بره بقى ولا من لجريت الحكام؟ من بره بقى من لجريت الحكام؟ حكام النغبة ونجح وعمل أداء رائع جدا ومرة نجح جري معايا في السادة الجيش في جهاز الرياضة كان لنوقت متأخر الصاعة 12 بالليل وأنا معرفش هم أخرون لي عشان نجري بالليل وكان خلي بالك يا محمود ومش عارف إيه وأنا عارفت أتعامل معاه نفسيا وجري زي الفل ونجح أنت خسرته محمود عشور كحاكم ملعب قبل ما تتكلمه عليه كفار مين اللي خسر؟ آه محمد الحنفي محمد الحنفي كان حكم على أعلى مستوى كان ممكن يتأجل له الجري بتاقر شهر واحد الضغط عليه عشان يجري والإصابة جات له وخرج من القايمة مين اللي خرج محمود باسيوني من القايمة عشان خطأ في ماتش مين اللي مكان طريق مجدي ومحمد الصباحي من زمان كان ممكن يكون في القايمة الدولية هو الناس نسيت مين يا كابتن محمود؟ أنا بسأل أهو أنا بسأل لا ده اللي عايز أسألك أنا بسأل حضراتكم اللي عملته كده؟ أنا كنت بحكم أنا كنت موجود في الملعب يعني عايز أقول لك تقصد إن اللي كان لجان سابق في حاجات كتير حصلت وخرجت ناس وعملت في ناس جايين بتقولوا أنتو محمود عشور وانتو هتوصلتم محمود عشور للمستوى ده بالعكس محمود عشور واحد مننا أصلا واحد من الحكام الكبار واحنا بنتمنى اللي محمود يكون موجود ده أنا قلت له أنا عايز أجري محمود عشان يجري وينجح ويلعب فجيت وسبت الدنيا وخطت محمود عشور وهو إحنا ضد محمود عشور لا إحنا مش ضد محمود عشور واللي بيقوله المصريين لا المصريين يشتغلوا أنا بقولك على المستوى الشخصي كلهم يشتغلوا من أول أحمد الجرحي في الحكام صغار السن مرورا بأحمد ساهد بسعيد بحمدي فاتحي بمجدي كل الناس دي اشتغلت وبعدين اللي طلع قاله محمد فاروق عمليه في الفتر يلي أنا أقوله أنا عمدت حكام من إحدى أهداف التطوير إنك تعمل حكام لأنا عمدت حكام في المحترفين اسألهم بخبراتي معاهم وتصميمي وشجحتي معاهم إنهم يلعبوا المتشاط الصعبة لأنا بقى عندي عشر حكام دلوقتي ممكن أطلعهم واحد واحد دلوقتي ويقولك يلعبوا في الدورة الممتاز مرورا أصلا ده شغل لا بطلعش أتكلم ولا أقول ولا بتاع ده شغل اللجنة في الدورة الممتاز الحكام اللي بتلعب صغار السن ده كان بلعبوا ماتشو ولا اتنين ده حكام دلوقتي بلعبوا أهلي وزمالك بلعبوا أهلي وزمالك وشوفنا بصراح حكام مباشرين جدا وهتشوف كمان في بطش الأهلي والألمونيوم والزمالك وبروكسي حكامين صغار السن اتفرج عليهم وشوفهم يلعبوا لأسبوع الجاي هايل هايل طيب وعمري شنو يلعب بكرة في بيرمتز ممتاز ده شغل اللي احنا عملناه لكن الناس ما عرفش في ايه بالزبط يعني انا مش عارف والله العظيم يعني الواحد ملتزم الصمت والويدوء لأخصى ما تتخيل هم اتخذتوا كمان فكرة انتقاد بريلا ووصلوا ليك والبقى أعضاء اللجنة يعني هو لو كان انا عارف فاكر زمان كان يقولك ايه بريلا جاي عشان يتصدى للهجمات والانتقادات او الخبيل التحكيم الاجنبي بس هو الموضوع كمان تخطى بريلا ووصل لك انتخيل انا قادر اوقف ايه حد عند حده يعني عشان الناس متفهمش الطيبة لا انا قادر اوقف ايه لان انا اصلا عمرنا ما بنادي اجاوز في حق احد وبنحترم الصغير وكبير لكن ده مش معنى الناس تطلع بقى تتهجم على المصريين وتقول المصريين ومش المصريين انت شايف رأيك ورأيك بمنتهى الامانة بالاحترام والادب والزوء لكن ما تقوليش لا الراجل شغال اه لا الراجل شغال بريلا شغال اه شغال كوي الحكام تم توجيه الشكر لهم منذ ايام قليلة للاتنين تحديدا واحد مسؤول عن حكام الدرجة التالتة واحد مسؤول تريبا عن الشرون القانونية على ما اتذكر شمال الاتنين دول تحديدا في وقت كسر الهجوم على لجنة الحكام شمال الاتنين دول تحديدا لا هو الاستغنى جيه مش استغنى هو الدوري خلص يعني اللي مسك قسم تالت قسم تاني ممتاز به خلص الدوري خلاص فخلاص هم مركزين عن الدوري الممتاز الناس الموجودة عشان موجودة مسؤولة عن الدوري الممتاز مع مصر بيرها بتكمل الشهرين دول ومع دكية تيجي لجنة بقى هم مشكلوا لجنة جديدة هل بصراحة شديدة اصلا كان ممكن ان هم يتم توجيه الشكر لهم من غير الاعلان هل تم الاعلان عشان خاطر بس الناس تهدى وتحس ان في تغييرات في لجنة الحكام مهتم الاعلان وتقال انا فيه كان ممكن ما يتمش الاعلان ليه؟ عس انت مش بتستقنى عن حد هي مسابقة وخلصت يعني انت طبيعي اصلا طبيعي دايما في نهاية الموسم جميع اللي جان بتقدم استقالتها مع نهاية الموسم كله بيقدم استقالتها للمجلس عشان تدي فرصة للمجلس يجيب لجنة جديدة او يبقى على الموجودين بتدول الحرية لاختيار لكن مفيش حد اصهر من الناس دي كلها تماما يعني خالص والله بل بالعكس الناس اشتغلت في اصعب الظروف وليه ما استمروش للمواسم قادمة لما لجنة جديدة بقى اتبقى في لجنة جديدة موجودة الاتحاد بقى يقدر يشكل لجنة موجودة ودامه كل الخطة اللي حصلت السنة اللي فاتت كلها بسلبياتها بإيجاباتها يقدروا يقايموا الناس كابتر محمد الحنفي كان بعيد تماما عن المشاركة في المباريات فجأة ليناف مباراة البرامجزون كل عرب وبرامجزون حميل متنافسين على لقب الدوري حتى لما رجع بعد غياب طويل لعب لفريق ينافس على الدوري ايه اللي حصل في حكاية كابتر محمد الحنفي ليه باعد قوي وليه محمد الحنفي حاكم كبير مع احترامي حاكم البرامجز والاهلي والزبالي هو طول عمه عامل زلعيب الكرة يقولك ايه لما يرجع ياخد شوية مطشات سهلة الاول وبعد كده العماتش كبير مثلا يعني فهو بقاله كتير غايب فليه مباراة برامجز المقارين وهل كان فيه قانونية انت ايه رايك في اداءه في المباراة المقارين الدايق لا اداءه المقارين ما اعتردش على الاداءه لا اداءه كان رائع والمطش بتاع الاسماعيل كان اداءه رائع المقارين اعترد على عدم قانونية يعني تحكيم المباراة يا جماعة والله ما احطرم كل الاندية الناس وصعت الموضوع الاتحاد الدولي ده كله في الاول في الاخر موضوع الداخلي هو الاتحاد الدولي يقولك انت جادت مين ولا ما جادتش مين الراجل جري في السويس يعني عمل اختبار انك تقدر عندك لو قدر الله سقط مرتين تعمل فيه حاجة في اللايحة موجودة تكرار الاختبار انك تعمله وفيه ناس عمل اختبارات يعني اتنين وفيه الثلاث نجحت فهو عمل الكلام ده كله وفيه لايحة معتمدة من اتحاده الكورة فانت واسقين من قانونية مشاركته ما كانش رائع بالمطش التاني اه لو كان فيه شك لو فيه شك خلاص ما كان قاعد بعد المطش الاولي بلابش عشان متعملش مشكلة اكبر اه هتلاقيه بعد كده في المطش التالت اه هتلاقيه في المطش التالت اكيد طبعا اه اه وهيحاكم مالي وزمالك محمد بقول لحضرتك حاكم كبير لأ لأ انا عمري معلم كابتو محمد اه حاكم محترم وكبير انا بكلم عشان الجلل اللي بيحصل ده ان انت تقول ايه والله هرايح دماغي عشان محمليش نادي مثل من اهل وزمالك يطلع يقولك لا ده مش قانوني برضو ان هو يشارك بتحسبه الحسابات دي طيب سيبك مننا انت ممكن تحسبه الحسابات اللي لا بحسبها دي بص دايما انا بقول انت ما بتشتغل بتشتغل مع ربنا بتعمل ربنا ودايما انا كنت بقول مقولة للحكام في المتشاط احنا جايين عشان نرضى ربنا مش نرضى البشر حتى لو في اخطاء احنا مش ملايكة في الاول وفي الاخر والخطأ موجود بس في فرق انك انت في خطأ متعمد منك انت كمسؤول او او حكم او اي في اي مكان وفي غير خطأ بيحصل احنا بنحاول بقدر الامكان نوصل للعدالة ان احنا نرضى ربنا انا مش جاي اشتغل عشان ارضي سين وصاد وعين والكلام ده كله مالهاش لازم القصة خالص فاكيد بيبقى في اما تريد تشتغل بتشتغل اولا انك تضي ربنا ودايما بتلاقي ربنا اصلا بيسهل لك الامور كابتن ان جاءت جريش كان معاه من كم يوم حكم الدولة السابق الكبير كان بيقول ان في رئيس لجنة حكام قبل كده رئيس لجنة حكام مصري كان ممكن يقول للحكم يعني خليك حنايا مصري رئيس لجنة حكام مصري هل ده وارد انه يحصل انك تقول مثلا عشان الاهل والزمالك والجمالات الكبيرة والعصابيات الكبيرة والمشاكل الكثيرة تقول الحكام يعني خليك استحالة استحالة انت كده ما تعمل حاجة زي كده انت بعيدت عن العدالة انت كده بعيدت عن العدالة طب زن بيقول النادي الصغير والنادي اللي مالوه الشعبية والنادي اللي لسه طالع تعملوا على الجميع كلهم سواسية ودايما بتقول لحكامك كده مش معنى كده اللي انت تروح تنظم الاهل والزمالك ياخدوا حقهم ليهم حاجة ياخدوها اللي همش خلاص ويطبك على الكبير والصغير حتى لو فيه اخطاء يا كابتن ويلد يا كابتن كريم ده فيه لعيبي بقى قدامه الجون والجون فاضي بحطوا كرة جميعهم بس في الاخر خطأ بشري نفس الكلام في التحكيم بيقى فيه خطأ لكن برضو خطأ بشري ما عندناش حكام تتعمد او تجامل ودي على مسؤولة الشخصية حكام مصر كلها محترمين نزاهة اخلاق كل ده لكن فيه اخطاء فيه اخطاء وارد طبعا طيب فيه جملة بتتقال دايما مشهورة جدا واكيد بتسمعها طويل الوقت يقولك احنا واسقين من نزاعة حكامنا المصريين بس لجنة الحكام مكسرة في تطوير الحكام احنا عايزين حكامنا عندهم دايما تطور انتو كلاجنة عملتوا ايه في تطوير الحكام المصري التطوير ده ايوه محتاج مديات وفلوس لا فيه تطوير وفيه معسكرات بس انا انا على المستوى الشخصي مش هي اللي تخليني مش راضي 100% لا مش راضي فيها طبعا 100% لان ساعات بتقابلك مشاكل مادية مفيش فلوس ساعات برضو ساعات بيشتغل بطريقة يعني كل ثلاثة فيام ماتش فانت حتى مش عايز مش 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 لاحق تعمل معسكر ممكن احنا الفترة الاخيرة عملنا معسكر في السويس ويمكن خلال الفترة الجاية دي نعمل معسكر للفار في اخر ثلاثة اربع اسابيع فده ده المتاح فانت مجيش تقول لي انت ما بتطورش انا مش رفض التطوير بس لازم التطوير دي يكون ليه عليات اولى الاوليوات دي يكون فيه الماديات تكون موجودة السؤال بقى دايما نسمع انه فيه مشكلة في الامور المادية عند لجنة الحكام يا اما حكام مش واخدين مستحقتهم يا اما سوب التطوير مش عارفين نعملها بسبب انه مفيش مديات مسبب بتصرف عليها ملايين دايما العجز المالي بيبقى موجود بس عند الجزئية بتاعت لجنة الحكام معلاش فلوس للجنة الحكام والباقي كله بتصرف عليه عادي انتو كلاجنة بقى ازاي بتصمموا او بتصروا انه لقى يا جماعة تريدين بتوفروننا كل حاجة عشان نوصل للرضى اللي انت عايز توصله انه كل حاجة سليمة في المية والحكم التطوير بياخده بشكل كافي جدا خلينا اقولك والله يا ابو انتهى الابانة مش كمحمد لا اللجنة واوله مصر برير بنتكلم على الفلوس وبنتكلم على حول الحكام وبرضو حد دي برضو عزر الاتحاد لان انا شفته قدام عناية الاتحاد حاسب على حاجات كتير جدا يعني مشروع الهدف ده مش عارف ستين مليون ومش عارف فلوس في عقد مدرب المداخب يعني فيه فلوس اتصرفت في حاجات كتير جدا وساعات كانت فيه اعلا فيه ازمات مالية موجودة جوا الاتحاد بس هرجع في الاول اقولك في الاخر الحكم ملوش زنب بكل اللي بيحصل دا كله الحكم عايز حقه عشان كده دايما انا بقول يا جماعة لابد المجلس ده موجود او المجلس اللي بعده فلوس الحكام الاندية عشان نقعد نعيد وينزيد ويبقى ليه شهرين وثلاثة ونبدأ الخرشف تامن ما ينفعش لان دي فلوس حكام دي حقوق احنا اللي ما زلنا في نفس المشكلة دي احنا يا دوبك بدأنا نتحرك بس حكام لسه عندهم مستحقات متأخرة كثيرة عندهم مستحقات بس الدول المتازمة عندهش مشكلة دول المتازمة فوج لان الربطة والفلوس اللي قد ديها دفع فلوسها مفيهاش مشكلة لكن المختلفين ده اللي تحت ده بيتعزب اكتر هم ده هم دول الغلاب هم دول الغلاب هم دول الغلاب طبع هم دول اللي هم ندور عليهم فبدأ استاذ جمال العلم برضو مشكورا بدأ يصرف ست اسابيع وان شاء الله تتوالى الفلوس هو وعد قبل الموسم كله هياخد فلوسه قبل نهاية الموسم قبل الموسم الجديد كله هياخد فلوسه كابتن محمد لو قلت لك بنسبة مقاوية راضية عن اداء حكامنا المصريين هزا الموسم بكم فلمية يعني 75% من 75% دي نسبة مرضية بالنسبة لك مرضية في ظل برضو ما برضو ما عنديش كل الامكانات المتاحة اللي هي بالنسبة لي خلي بالك برضو انت يا ما تيجي يعني تقيمنا او تقيم الحكام برضو بص يعني شوف هل متوفرة كل الامكانيات للحكام ولا لا اللي هي زي ايه اللي انت قلت درقتي مالية وعسكرات اللي هي كل الحاجات دي كلها ففي حاجات برضو مش متوفرة للحكام بتساهم بجزء كبير جدا ان تكون في بعض الاخطاء عشان نتكلم بمتال الامانة والصراحة لكن الحكام بالنسبة كبيرة لا اعدت اعدت ونجحت انا عندي القسم التالي ده نجح بحكام صغر السنة ساعتاشر وعشر سنة تتخيل ما تشغلت كنا احنا اللي بنرعبها القسم التالي الممتاز به افرزت حكام في الممتاز به يلعبوا في الدور الممتاز دور المحترفين انا مش عايز اتكلم عن نفس كتير انا وحمد فاتحك انا مسكين هذا الدوري احنا نجحنا به وطلقنا بحكام هدية المصر ياخدوا رخص ويلعبوا في الدور الممتاز الله 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 الدور الممتاز انت شايف حتى في اخطاء لكن بدأنا ندفع بعض الحكام عشان نثبته رجليه ده طبعا هيبقى على حساب مش عايز اقوله على حساب الدوري اكيد هيبقى في اخطاء ما انت زي اللعبة ما تيجي تلعبه في النادي وتنزله اول ماتش اداءه بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنة في اختلاف كبير جدا ممكن تتحمله في الاول لانه هينجح في الاخر هو ده نفس الكلام بس للأسف الاندية والاعلام والجمهير لا مش عايزين كده هم عايزين حكم يلعب ما يغلطش حكم كبير حكم دولي وما فيش مشكلة وما يغلطش طبعا انتوا بتلعبوا برضو لعبين تحت السن وبينجحوا نجوم منتخب مصر تصبروا بس شوية وهتلاقوا صف تاني وصف تالت وصف رابع يقضي التحكم المصر لمدة عشرين تلاتين سنة القدام هاي مستقبل القريب تقبل العمل مع رئيس لجنة حكام مصر كنابل رئيس لجنة الحكام ولا لا انا ما اشتغل بعد كده هايبقى ليها شروطي لما اشتغل بعد كده هايبيليها شروطي طبعا كرئيس لجنة ولا نائب رئيس لجنة؟ سواء ده او ده مش هشتغل كده وخلاص يعني خلاص وانت كتبتشتغل وخلاص؟ بشتغل حب في التحكيم يعني انا بشتغل حب في التحكيم بس يعني ما بتعملش اللي انت عايزه؟ مش معبنش اللي انا عاوزه انا ما ينفعشك اشتغل انا زي زي الخبير زي المدرب بتاع المنتخب لازم توفيه عقود موجودة. هم. مش شغل من غير عقود? احنا مش شغل من غير عقود طبعا. اه. الكل. معده بريرة طبعا. اه طبعا اه. لازم تكون في عقود. لازم تحط السياسة. لازم اصد تدور على حكامك في الاول. اه. هتاخد فلوسها ازاي? احنا مش غيرين في عاجة اشتغل ااخد فلوسي والحكام بتاخدش فلوسها. انتو لجنة مش مفهود لجنة التوعية يعني. انت لجنة مفهود كل الناس اللي تاخد مستحقات. مصبوط? ايو اه. صح كده? اه. بتاخده مستحقاتكم كلجنة? اه بياخد مستحقات كلجنة. الكل? اه. ولا رئيس اللجنة بس? لا لا الكل. الكل. الكل اه. موضوع انه رئيس اللجنة بياخد اه الراتب بتاعه شهريا بالدولار اه ده بيضايق الحكام اللي مياخدش مستحقاتهم? انا عايز اسأل. يعني ده رجل جاي اجنبي. اه. اشتغل في اكتر من دولة. تقاضى فلوس برضو نفس الكلام. هو هنا في مصر حرام. لا طبعا مش حرام. لا حقه لازم اخد حقه طبعا. حقه لازم ياخد حقه. مية في المية. وبعدين هتقول لا الراجل بيتعم وبيوعد وبيش تاخد حقه. انت بقى شايف المبلغ كبير المبلغ صغير. الكلام ده كله. اه. طبعا انا سؤالي ايه? ما لوش علاقة بانه ياخد مستحاته. لا لازم ياخد مستحاته. ده احنا ارتضينا بدا ان احنا نجيبه بعقد وياخدها. ابتكلم بما يقول انه بياخد فلوس كتير جدا. فالطبيعة ان انت كمان تكون اللي تحت ده وتتسد ومعندكش في مشكلة. يعني لما جب نية الحكام كلهم يعني رواطم بتاعتهم في الموسم. فتقريبا اقل من من كلاتنبرج وبريرا. فسدد ده وبعد كده ادفع لخبير. يا ليه دايما. اه 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 يعني. الحتة دي. اه. التحكيم بس. اه. طب ما الان ده بتجيب مدربين اجانب. اه في المية. بس بيسددوا اللعيب. اه? بيسددوا فلوس اللعيب. طب هو ليه ما بيطلحش اللعيب مسلا في نادي. يقولش معنا مسلا اه اللعيب ده جيب مبلغ كبير جدا. قياسا بالنسبالي. او انا ك المدرب في نادي. ما بطلحش اقول. مش معنا المدير الفني اللي جي ده من دولة اوروبية. بياخد بالنسبة لي يعني. حضرتك مش فاهم. انا مش بقول لك انه. الحكم اللي بيلعب في الدرجة تانية مسلا مففوط ياخد زي اه بريرا. لأ لأ لأ. انا اقصد انه ياخد مستحقاته زي ما بريرا بياخد. طبعا. انا متفق. انا متفق معك طبعا. فاهم اقصد ايه? طبعا. ومش بيصد بريرا بس. اه. زي ما هو لازم ياخد فلوسه. بالزبط كده. لان انا في الاخر دي حقوق. اه. برجع للكلمة دي دايما وبعلق علي. اه. دي حقوق ناس. انا استحالها هكون شغال في الاتحاد واجه اقول لك. لا اصل الموضوع يمشي كده. لا. لا طبعا. صحيح. لازم واقف واتكلم لان دي حقوق ناس. صحيح. كابتن محمد شرفت ونورتك العادة. واتمنى لك يا رب كل التوفيق فيما هو. انا خليك انا سعيد اني موجود معاك. واتمنى التحكم. النجاح للتحكم المصري. لانه هو نجاح الكرة المصرية. ان شاء الله. لبلدنا اللي ا احنا بالحبة. شكرا كابتن محمد. شكرا. لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل شهب هيكل وابراهيم جاد. وحديث عن نهاي بطولة اليورو النهاردة. ما بين المنتخب الاسباني ومنتخب الانجليزي. اسبانيا بطلة اليورو. خليتهم معا. يا عرب حضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هزي الفقر الاصدقاء العزاء شهب هيكل وابراهيم جاد شهب مناور الدنيا. حبيبك ايه. الحمد لله كل حلم. ابراهيم مناور الدنيا. رب انا خليك ايه. اخبارك ايه. زال فل الله. وقد ما كنت اقول لحضراتكم ان رودري لازم ياخد افضل لعب في العالم السنة دي بصراحة. مع العمله مع ماتشينستر سيتي ومع عمله مع المنتخب الاسباني. لس شايف دلوقتي كمان شاحن داخين ومن ماتش بيخلص. رودري كمان خد جائزة افضل لعب في هزي البطولة عن كل استحقاق وقدر شايفه من افضل اللعبة اللي جات في التاريخ في هزي المركز اللي لم يكن افضلهم يعني على الاطلاق. من حيث تكامل الامكانيات يعني عند رودري صح. صح. طبعا. طبعا جامعة اول يا جماعة رودري. واحد من اللاعبين الشيك يعني عارف انت كان دايما كابتي ميمي الشيربيني يقولك اصحاب الكرفلطات الشيك هو واحد من اللاعبة دي. اللاعب اللي دايما عنده تكامل في منطقة وسط الملعب في النواحة الهجومية وفي النواحة الدفاعية شوفنا في وقت من الاوقات كان يعمل بلوك جوا منطقة الجزاء على فرقة انجلترا وبعد كده بيساهم في النواحة تهديفاء المتخب ازبانيا. فناحة التكامل الكبير ده مش هتلاقيه في لعب كبير زي رودري. كانت الناس دايما بتح ان بوسكتس هو ده محور. رودري ولا بوسكتس? لا رودري اشمل بكتير. يعني بوسكتس كان لعيب كوير جدا جدا يطلع بالكورة بيعرف يباس يتحرك في الرتم. رودري بيعرف يدافع يعرف يتحرك في الرتم يعرف يهاجم. نفكر الناس انه في النهائي دورة ابطال اوروبا اللي منشستر سيت حق فيه اللقب رودري اللي كسب الفريق بهدف من تزديدة من برا منطقة الجزاء. بيعرف يلعب بالهد لما يخش منطقة الجزاء. بيقدم كل حاجة في الكورة. انت عايز هو يتحكم لك في كل حاجة في الم دافع. عايزه يسجل هيسجل. وقت ما المطش يبقى مقزم هيسدد من بعيد ويسجل. هو الاشمل. يعني كان دايما الكل بيتكلم عن كازيميرو وعن بوسكتس. كازيميرو كان قوي جدا جدا في النواحي الدفاعية. بوسكتس كان قوي جدا جدا في ناحية بناء اللعب. رودري جامع الاتنين مع بعض. مع لمسة كده من مدرش بتاعت التزديد البعيد يعني. هاي. كمة العدل من اسبانيا تاخد البطولة. تطفق ام تختلف. طبعا. يعني من اول يوم في البطولة واسبانيا المنتخب الوحيد ال اصدر شخصيته الطبعية. والشخصية المنطقية الاسمه وقيمة منتخب اسبانيا في بطولة اليورو. كمان اللعيبة ومعدة الاعمار الصغير جدا لمنتخب اسبانيا. والتحدي الكبير اللي عام دل فنتي في في البطولة ومع المنتخب اسبانيا بشكل عام. كان تحدي كبير بالنسباله. والمنتخب الوحيد اللي من اول يوم في البطولة اللي كان مقنع. بداية من دور المجموعات. منتخب بيحقل عدمة كاملة. خارج كلين شيت في التلات ماتشاط. ماشي بشكل جيد. الادوار الكثائية بسيبانيا استابعة مباراة. بالزبط. معملها شرحة فيها. هي البرازيل. برازيل 2002. وكتر في 2019 دولة المتخبين. فرنسا لما كانت البطولة خمس خمسة عملتها في 1980. نعم. كانت البطولة خمسة بس. لكن بشكل جديد فعلا هي البرازيل 2002. وكتر ومنتخب اسبانيا. اسبانيا تلوقتي. فمنتخب اسبانيا بفعلا يستحق اللقب المنتخب الوحيد اللي اظهر شخصيته من اول يوم زي ما اتكلمنا. ما ما تحسش ان لأ كان فينا ما تحسش ان كان فينا هوس عند منتخب اسبانيا تأثر ان هو ما يخدش اللقب لا اكتر منتخب كان يستحق اللقب وفي الاخر هو كان هو بطاليور انا سألك سؤال باسم يعني لمين يامال اختراع اختراع يعني كلنا شفنا كان بالنسبة لنا الايدل اللي بنتكلم عنه دايما ميسي ورونالدو ميسي ورونالدو الاتنين في سن لمين يامال ما كانوش كده ما كانوش كده في ناحية الشخصية في ناحية ان هم قادرين يشيلوا منتخب وفريق هم اللي شايلينه يعني ميسي وقت ما ظهر وعنده 16 سنة ونصه بعدين 17 سنة كان فريقه فيه رونالدينيو ويتو تشافي انيستا بويول رونالدو لما ظهر في منشستر يونيتد اول ما ظهر كان بوليس كولز وفانستر رويجز وريو فردنند وجيجز وكل دول طبع لمين يامال طالع في وقت ممكن نسميه عصر محلال برشلونة الفريق لسه في ازمة اقتصادية رهيبة مش عارف ينافس فيطلع لمين يامال وعنده 16 سنة ونص فجأة الى نفسه ان انا مطالب ان انا اشيل برشلونة مش ان انا اقدم مستوى كويس انا مفروض انا اشيل برشلونة يروح بعديها اليورو ورايح مع منتخب اسبانيا اللي هو المنتخب معدل اعماره كله صغير خط الهجوم لمين يامال ونيكو ويليامز وداني قلمه 16 سنة و22 سنة و23 سنة فجأة لمين يامال هو نجم البطولة لمين يامال اكتر لعب بيصنع هدف في البطولة بيساهم مع منتخب اسبانيا بخمس اسهمات اربع اسستات وهدف لعب بشخصية مش خايف من حاجة خالص ولما نيجي نبص حتى على لمين يامال هنحس ان هو بدأ يعمل لنفسه تريد مارك وعنده 17 سنة يعني بدأ يعمل لنفسه شكل وهوية لأسلوب لعبه وتزديداته ومن هو عنده لسه 17 سنة خلينا نيجي هنا للقطة دي ان تبين ان لمين يامال لسه عنده انتماء للمغرب كان فيه تصريحات لمين يامال قبل بداية البطولة ان منتخب المغرب حاول فعلا ان هو يخليه مسل للمنتخب المغربي وليد ريكراكي تواصل معاه والاتحاد المغربي تواصل معاه وهو رفض وانه اختيار الاول اسبانيا الفيديو ده شوية هيقول انه كان بيجذب شوية وهو اختيار في الاخر المصلحة ده فيديو لمين يامال بعدما المغرب فازت على اسبانيا في كاس عالم 2022 في قطر وهو بيحفل زي ما بيقولوا يعني على لعيبة منتخب اسبانيا اللي معاه تحت 17 سنة بيحفل علوم بتشيرت منتخب المغرب وانه احنا كسبناكو يعني لانه طبعا من اصول مغربية والده مغربي وكان فيه محاولات كسيفة جدا من منتخب المغرب ان هو يضمه لكن في نهاية واختار اللي شايفه مصلحته ان هو يمثل منتخب اسبانيا لما نجي نروح للي كنا بنتكلم فيه اللي هو التريد مارك بتاع لمين يامال هنلاقي ان السنة اللي فاتت لمين يامال كان بيلعب منتخب فرنسا في نص نهائي يورو تحت 17 سنة احنا جايبين الهدف اللي سجله سجل نفس الهدف اللي سجله في مرمى منتخب فرنسا في يورو الكبار السنة ده الهدف لما نجيبه من الاول تاني مصاد فرنسا تحت 17 سنة في اليورو هتجي تبص هو نفس الجنة هتحس انت شفته لمين يامال بياخد الكورة بيقتمل جوة ويسدد في البعيدة ما فيش فرصة لحرس انه يصد الكورة دي نروح للسنة دي بعد ما عد حوالي 9 شهور بيلعب مع المنتخب الاول نقلة كبيرة من تحت 17 سنة المنتخب الاول فيسجل نفس الهدف ده في منتخب فرنسا في وقت فرنسا كان بتتقدم فيه هتبدأ تدايق المطشع الاسبانيا لمين يامال اللي يرجع اسبانيا للبطولة تاني ويقدر يقود منتخب اسبانيا انه هو يكمل في البطولة ويبهو نجم البطولة الاول بالنسبة لي وهو زي ما قلت كده اختراع انا ما شفتش لعيب وعنده 16 سنة و 17 سنة بيعمل اللي بيعمله لمين يامال بالسبات والشخصية والتأثير اللي هو بيعمله ده بصعب حليسي أماميين مع حضراتكم بعد غزر فاصل نواصل خليكم معنا موسيقى 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 شهاب ايكال وبرهيم جادوا الحديث عن نهاية اليورو النهاردة شهاب مين لعيبة كنت متوقع تقلقوا مين لعيبة ما كنتش متوقع تقلقوا متقلقوا جدا في هذه البطولة يمكن احنا كان في قايمة كنا محضرينها الخمس لعيبة ما كانوش على البال او محدش كانت تخيل قبل البطولة ان هم دول اللي هيظهروا وينواروا في البطولة او محضروا من القايمة بس نفسي بقى فيهم فابعان ويسا لا مش موجود فيهم دا خطير موجود فيهم كانت نوجولو كانت هاتب قايمة الشباب بعد النقلة كبيرة اللي بعد ساب تشيلسي وسب الدول الانجليزي وسب أوروبا كلها وانتقى الاتحاد السعودي ناس كتير قالت خلاص هيبدأ يبعد وخلاص هيخش في إطار اللعيبة اللي بتبطل وبيتم استبعدها من المنتخب بعد السنتين غياب على المنتخب فرنسا بيرجع تاني وبيشارك مع المنتخب فرنسا وأول مطشين لي مع المنتخب فرنسا بياخد أحسن اللعب في المباراة في البطولة وبيظهر مستوى كبير وشخصية كانت يمكن يعتبر كان هو على رأس القايمة اللي كانت اللي اخترناها في اللعيبة اللي ما كانش متوقع انها تتقلق في البطولة وازهرت شخصية كبيرة طبعا جورجيس حارس منتخب جورجيا ويعتبر أكتر حارس تصدى للكروت في البطولة واحد من أبرز اللعيبة اللي ظهرت في البطولة وبرضه ده من ضمن اللعيبة اللي ما كانش حد يتوقع انهم يظهروا بالشكل كبير اللي ظهرت في البطولة فده ده واحد من ضمن اللعيبة اللعيبة الثالث اللي معنا جاج به طبعا لعب ليفربولو منتخب هوندا ظهر بشكل مميز بصراحة أنا مكتطع متوقع انه يظهر بالشخصية دي في مركز الجناح الشمال ولعيب دايماً عنده حتة الشراص على الجون وعنده الحمية اللي احنا شوفناه مع منتخب هولندا فالعيب كان من ضمن اللعيبة برضه اللي ما كانش حد يتخيل اللي هو يظهر بالشكل والصورة اللي ظهر بيها مع منتخب هولندا في النسخة الحالية من اليورو اللعيب الرابع طبعاً اتكلمنا عنه كتير ولامين يا مال طبعاً لعيب في السن الزغير ده وانه يظهر الشخصي على الاقل احنا ما كنش بتخيله انه يبدأ اساسي مسلا وما ينورش بالشكل الكبير ده انه واحد من افضل العيبة طبعاً تشافي سيمونز برضه واحد من ضمن اللعيبة يمكن التسجيلات طبعاً لا الرقم مش مظبوط هو لعب ست ماتشوط سجل هدف وصنع هدفين يمكن الارقام بس مش مظبوطة لكن هو واحد من ضمن اللعيبة اللي كانتما يزهر بالبطولة تشافي سيمونز انا شايفه انه ده رائي ده من اهم اللعيبة اللي في العالم طبعاً يعني هو كان اعرى للايفزيج ورجع لبريس سان جيمان وعليه خناقة وطلب من منشستر ينايتد ودي ممكن اغلب اللعيبة اللي احنا جبناها دي بعيدة عن نجولو كانتي بقى عليها مطلب كبير جداً من عندها كتيراً في اوروبا واخيرهم تشافي سيمونز اللي منشستر ينايت دخل فيه بقوة النهاردة وعايز يتعاقد معاه فدي ممكن ابرز اللعيبة اللي مكانش حد يتخيل قبل اليورو اللي وصلت له اسبانيا ده ده تخطيط انا كنت بتكلم انه هم بيكسبوا له تحت 19 تحت 20 سنة بياخدوا بنفس المدرب البطولة هذا العام البطولة الكبار تخطيط محترم طبعاً دي لافوينتي مع المنتخبات مدرب منتخبات الاتحاد الاسباني بيجاهزوا من 2015 تحديداً انه هو يكون هو مدرب المنتخب بعد سنين مسك منتخب تحت 19 سنة وحقق اليورو بعد كده نتنقل بعديه على طول مسك منتخب تحت 21 سنة وحقق معاه اليورو والراح شارك في الأولمبيات وقتها كان مع المنتخب المصري في المجموعة ومنتخب مصر تعادل مع المنتخب الاسباني وساقتها منتخب اسبانيا حقق الفضية بعد مخسر من البرازيل في المباراة النهائية بعد كده وصل نوبة مدرب منتخب اسبانيا الأول في 2022 بعد ما المنتخب أخفق في كاس العالم مشي لويس انريكي وتم التعاقد معاه وقتها الصحف العالمية بعيدا عن الصحف الإسبانية الصحف العالمية نفسها استغرابت جدا اختيار ديلاف وينتي لأنه مدرب مش معروف ما فيش حواليه هالة ما فيش حواليه ضجة لكن الاتحاد الأسباني كان هو حطت خطته والمدرب ده من 2015 من وقت ما بيتم تعيينه هم بيحضروا ان ده اللي هيبقى مدرب المنتخب بعد كده بالمناسبة هو الاتحاد الإنجليزي عمل حاجة أشبه بكده ممكن اختياره ما كانش الاختيار الأمسة اللي هو يعمل ده مع جارد ثوز جيت بعد فترة طويلة كم لعب من الموجود في الجيل ده لعب قدام مصر في الأولمبيات في ست لعيبة من الموجودين في اليورو شاركوا بالمناسبة في المباريات وكان اليوم اسهامات كبيرة ست لعيبة لعبهم مع أصاد منتخب مصر في الأولمبيات يونيس سيمون الحارس الأساسي المنتخب أسبانيا كان هو الحارس الأساسي المنتخب وقتها كوكوريلا كان مع المنتخب وقتها بدري كان موجود ميرينو اللي سجل هدف الفوز وصاد منتخب ألمانيا كان موجود أريازابل كان هو الموجود وداني أولمو كان هو السادس بتاعهم ست لعب دول كانوا من جيل ديلافوينتي اللي كان في المنتخب الأولمبي وفي منهم اللي طالع معه من وقت ما كان في منتخب تحت 19 سنة فعشان كده فضل يعتمد عليهم لحد دلوقتي وده كان سبب على سبيل المثال أنه فضل كوكوريلا على حساب جريمالد والناس كلها استغرابك جدا وبيفضل كوكوريلا ليه لكن هو فضل عشان هو حافظ أسلوب العالم طيب قبل ما نروح ليه التشكيلة المثالية بين وجود تظهركم للبطولة عايز سألك على حاجة تخص المنتخب الانجليزي كنت عايز تكلمني على الذكاء الاصطناعي وكيفية تكوين هذا المنتخب منتخب انجلترا راح تعاقد مع شركة جوجل في مجال الاي اي تحديدا كلام ده حصل فيه سنة 2016 أنهما يمدوا بالداتا لتوقعاتهم من خلال الذكاء الاصطناعي طبعا بعد كده بدأ يتطور الذكاء الاصطناعي لدرجة كبيرة جدا جدا بس وقتها هي الصورة دي اللي معنا كانت قريب أن جوجل بيفتخر بشاركته مع الاتحاد الانجليزي على صعيد المنتخبات وأن الجيل دو يعتبر أن جوجل الاي اي هو اللي مساهم فيه هو كان بيروح يد للاتحاد الانجليزي بالذكاء الاصطناعي أن اللعيبة دي متوقع أن دي هتبقى لعيبة منتخب كبيرة وهم في عمر سنية صغيرة 15 سنة و16 سنة بيتتوقعوا لهم أن هم هيكونوا لعيبة كبيرة بعد كده الاتحاد الانجليزي ما بيقفش عند الجزئة دي الاتحاد الانجليزي بيبدأ يخاطب أنديتهم أنه عندكوا اللعب الفلاني في الفئة العمرية دي ده لعب بتنشي المهم إحنا محتاجين نشتغل عليه ونطوره لأنه ده مستقبل الكرة الانجليزية فيه لعيبة منهم بيبقوا عندهم جنسيتين فيبدأ الاتحاد الانجليزي يضغط أنه يبدأ إحنا عايزين نكتبع معانا في المنتخب الانجليزي بعد كده فيبدأوا يشتغلوا من خلال الاتا اللي بتجيلهم من الـ AI والذكاية الصناعية أنهم يشتغلوا على الجزئة دي ويمدوا بيها الأندية نشتغلوا معانا على الجزئة دي عشان إحنا عايزين منتخب ده فوصلنا أن إحنا قدام منتخب الانجليزي حتى لو خسر البطولة وحتى لو مدربه ساوس جيت منتخب الانجليزي هو أقوى سكواد في العالم حاليا بفرق كبير جدا أنا أقارب حد لي بسبب الشراكة دي طبعا أنت فيهم أن المقارنة حرام جدا في الحالة دي جدا عشان أعرف المقارنة مقارنة حرام شاهيم فعلا حرام شاهيم فعلا حرام فعلا شاهب تشكيل المسرية من وجهة نظرك فيها زيب بطولة والله يمكن اليورو زي ما تكلمنا من شوية أن فيه لعبة كتير ما كانتش ظهرة بشكل جيد أو اللي هي ما كانتش متوقعة أنها تظهر بالشكل الجيد ده لكن زي ما تكلمنا من شوية على اختياراتنا كان موجود فيها برضو جورجي برضو حارس منتخب جورجيا في حراس المرمى وقالنا أنه هو أكتر حارس أصدى ما مرتش فيلي أه ما مرتش فيلي إحنا عاد نحفظه طول البطولة اسمه اسم المنتخب كله كان صعب وإمريك لابورتو بصراح أنا شايفه واحد من الأفضل لعبة اللي قدت في البطولة الحالية لعب نادي النصر السعودي ومارك جويه برضو مدافع منتخب انجلترا اللي دخل في البطولة مؤخرا بس أظهر شخصية كبيرة وطبعا كالووكر بصراحة قدى بشكل جيد مع منتخب انجلترا ونسان آكي أنا شايف واحد من أفضل لعبة اللي كانت موجودة وكان لو أكمل مع منتخب ولندا كان هيقدي بشكل جيد طبعا درودري كلمنا عنه كتير ويعتبر هو أفضل لعب موجود في البطولة نقوله كانتي إدنا له حقه برضو لمين يمال ونيكو ويليامز دوله ممكن أبرز اتنين لعيبة موجودين على الأطراف وبلنجام طبعا مع منتخب انجلترا وجاجه وانا خدته في حتة لهجورات الحربة اللي كان يستحقني بماما أي واحد مش هيحط فابيان رويز أنا مش هاشتري معاك فابيان رويز عشان هكو بتروح المؤاجب به في البطولة طبعا معروضي بس فابيان عمل بطولة عظيمة جدا بصرا أو كمان بالمناسبة فابيان عشان هو خارج ما كانش متوقع أنه أطالك بكل انضمن اللعيب نروح على تشكيلة إبراهيم جاد هاكون متفق مع شهاب يعني لما نجيب التشكيل ها نجيب لك التشكيل حراست المرمة طبعا برضو جورجي مامار داشفيلي حارس فالينسيا الأكثر تصدي في البطولة هروح لباك الشمال هروح لفيردي كادوجلو زهير تركيا وفنربخشا عليه خناعة كبيرة دلوقتي جدا في المركاتو مارك جويهي بشوف النقطة المضيئة في منتخب انجلترا في البطولة على مستوى الأداء لعيب كواس جدا جدا وبا ميكانو مع منتخب فرنسا بشوف أنه مخادش حقه خالص من الإشادة وستيفان بوش منتخب النمسا كان من أسباب تفوق النمسا والأداء الكواس جدا اللي قدموه رودري طبعا ما فيش خلاف عليه وأنا شوف فابيان رويز نقطة مهمة جدا وجزئية مهمة جدا في منتخب إسبانيا بعدها لامينيا مال طبعا هيكون موجود معنا أرضا جولر عمل بطولة كبيرة جدا مع منتخب تركيا جمال مستيالة مع منتخب ألمانيا على الرغم أن البطولة ما خدمتوش لكنه قدم بطولة كبيرة وهروح لجاجبه في خط الهجوم لأنه ما فيش راس حربة قدم ما يستحق أنه يكون المهاجم فجاجبه عمل بطولة كبيرة نقدر نحط هو كراس حربة وشوف أن يعني لو كنت أنا ممكن التشكيل ده استنيت عليه اللي بعد ماتش النهاردة كان لازم هيكون معايا داني قلم وكنت ممكن أحطه مكان جمال مستيالة لأ داني قلمه بصراحة شايفه فرق جدا جدا هو فرق بشكل كبير مع منتخب أزباني رغم أنه مدأش البطولة أساسي لكن كان جاهز وخلاص ممكن نعتبره لعب منشستر سيتي الجديد منشستر سيتي يعتبر خلاص هيدفع الشرط الجزائي وهنشوفه مع جوارديولا خلاص مش نائس منشستر سيتي في أرقام مميزة أنت عايز تقولها من البطولة دي شفنا أرقام كتير ظهرت في البطولة الحالية من حيث أنها التهديفية وصناعة اللعب وشفنا لعيبة كتير وحتى حتة اللي نحن ما نلاقيش هداف أوحد للبطولة دي الأسستات اللي شفناها وانفرض بيها طبعا لمين يمال أربع أسستات عدد كبير جدا لعيب صغار في السن بتكلم في سبع مشاركات ده اللي تحتيك كمان صغاري جد عبدالجولارو سيمونز فابيا نرويز نفسه وخلي بالك يا كريم فابيا نرويز برضو مش كبير فاللعيبة كلها لأ بتحس معدل أمار في البطولة نفسها واللعيبة اللي تقلق كلها العيبة كلها صغيرة في السن دي ممكن أبرز الأرقام لو نجيب الصورة اللي بعديها دي ممكن الأكتر المنتخبات اللي استحوزت وبطوقة طبعا منتخب برتغال لما يملكوا من اللعبين على منطقة وسط الملعب كان واحد من أقوى المنتخبات اللي موجودة على مستوى اللي استحوزت بعدها منتخب ألمانيا ومنتخب أسبانيا والفرقات مش كبيرة يعني فرقات مش كبيرة ما بين المنتخبات يمكن نجيب الصورة اللي بعديها دي يمكن التصديات اتكلمنا طبعا عن جورجيس حارس مرمى منتخب جورجيا واللي تصدى لتسعة وعشرين تصدي خلال البطولة رغم أن منتخب جورجيا خرج من دور الستاشر ومكملش في البطولة لكن يظل هو واحد أو أفضل حارس في البطولة اللي بعدها اللي نجيب اللي بعدها طبعا الأهداف وزي ما احنا شايفين المكدزي بتاع منتخب جورجيا هو الهداف أو يمكن هو يعتبر كأقل العيبة طبعا قلموا بأهداف البطولة وبالتساوي مع ده كلهم عشان الفريطو خد أو منتخب بلاد خدير البطولة بالضبط منتخب أسبانيا خد لقب لكن هو يمكن عشان أقل العيبة شاركت فيه الدقاء منتخب أسبانيا أكثر منتخبات اللي سجلت في البطولة بـ 14 هدف وراءه منتخب ألمانيا أنا عايز أقول تعقب بس على الرقم ده منتخب أسبانيا أكثر منتخب في تاريخ البطولة سجل في نسخة واحدة مافيش حد سجل في 14 هدف في نسخة واحدة فيه كمان دقة التمريرات دقة التمريرات طبعا المتخب ألمانيا كان يتميز بها ودائما دايما المتخبات اللي عندها العيبة مميزة فسط مرعب الالماني برضو عندها جمال موسيال عندها فرز عندها العيبة المميزة فوسخ المالجان حتى اكتر العيبة عندها تمرس والفرؤات مش كبيرة حتى تلافرؤات في النسب مش كبيرة من المتخابات شهاب شرفت ونورت شكرا جزيلا ختام حاليتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يارب